السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوكا الشباب وعملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم زميلكم محمود النساج والنهاردة ان شاء الله هنشرح tutorial بأنوان Neurine Composition and renal stone في الله بنا نبدأ على طوله نخش اول حاجة باسم ان ننساش نتعل زمائنا لتوفيهم ربنا يا رب دائما نرحمهم ويغفر لهم اسكنهم في سيح جاناته ماشي وناخد كده معلومة على كده على السريع كده معلومة دينية كده قبل ما نبدأ يعني حاجة مهمة حاجة مهمة جدا 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 قلت انا بايكو عنها سورة الفتحة سورة الفتحة ركن من اركان الصلاة بمعنى انك لو غلطت فيها ممكن صلاتك تفسد بمعنى ان انا بشوف ناس كتير جدا بشوف ناس كتير جدا 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 عرفهم بيقرأوا سورة الفتحة غلط عندهم اخطاء في قراءة سورة الفتحة طيب انت مفروض تعليك ايه عندك مليون فيديو عندك فيديوهات كتيرة جدا علي اليوتيوب. تقدر تعلمك القراءة الصحيحة بصورة الفلحة. افتحها وتأكد فعلا هل انت بتقرأ الصورة ديت بصح? هل انت بتقرأ بصورة صحيحة? وهل صورتك صحيحة? ولا لأ? تمام? انا نبيهت اكل خلاص بقى انت مباشي عندك حجة. ماشي? لو مش عارف تزبط على اليوتيوب في هتلاقي ناس روح لأي شيخ او اي حد يخليك تعلمك القراءة الصحيحة. ماشي لان الموضوع مهم وموضوع خطير جدا. ما تسهلش به. في الله بنا نخش في المحاضرة بتاعتنا. طيب يا شباب. عندنا المحاضرة بتاعتنا قبل ما نبدأ فيها. لازم ان نقسمها لأول. لازم ان نكون عارفين بتاعتنا. او عموما بين اسم لجزئين. تمام? اول جزء. وده اللي يعتبر خمسة وتلاتين في المية من المحاضرة. هو نورمل. يعني ايه? يعني اول جزء من المحاضرة ده هو انا هتكلمكو عن بعض الحاجات النورمال. عن بعض الحاجات الطبيعية اللي بتحصل في جسم كل واحد فينا. تمام? لحد الوقت ما فيش امراض ما فيش اي خلل ما فيش اي حاجة. يعني تقريبا كلام فيسيولوجي. كلام ايه? تقريبا. تمام كده? وظايف عادية جدا. النص التاني من المحاضرة واللي بيشكل حوالي خمسة وستين في المية من المحاضرة هو اب نورمل. هنبدأ بقى هنا بقى نشوف الخلل اللي بيحصل جوه جسم الانسان. الوظائف مسلا تعطلت حاجة ما حصلتش. فبالتالي قدت لنا لنتيجة مش نورمل. نتيجة مش طبيعية. زيادة مسلا في حاجة معينة نقص في حاجة معينة. وهكذا. تمام? تمام جدا. احنا المحاضرة بتاعتنا زي ما قلنا هنقسمها لنورمل واب نورمل. تمام كده? الجزء النورمل هنتكلم فيه على ايه? على اليورين. هنتكلم على ايه? على اليورين. هنتكلم ايه في اليورين? حاجةين. اول حاجة. الفروميشن. اليورين ده ازاي بيتكون? اليورين ده ازاي بيتكون في جسمنا. تاني حاجة. الكمبوزيشن. اليورين ده تكوينه ايه? او اليورين ده بيتكون من ايه? تمام? يبقى احنا هنعرف اليورين نتكون ازاي? واليورين ده متكون من ايه اصلا? تمام? ده بالنسبة الجزء النورمل. ده لواء ايه? 35% من المحاضرة. بعد كده هنبقى نتكلم على الجزء الاب نورمل. وده سيبوه لما نروحه. يعني سيبوه لما نوصل نوصل له يعني. خلينا دلوقت ناكس في ايه? فاول جزء يقول هو. تعال اليورين. اليورين فرميشن واليورين كومبوزيشن. تعالوا بقى الاول ناخد اليورين فرميشن. عايزين نيعرف دلوقتي اليورين ده بيتكون من ايه? او بيتكون ازاي? اليورين عندنا عشان يتكون بيخش في ثلاث مراحل قسيين. بيخش ايه? في ثلاث مراحل قسيين. اول مرحلة اسمها. تاني مرحلة اسمها. اعتقد الكلام ده كله انتوا اخدينه. يعني دي مراجعة عليه. تالت مرحلة هي. يبقى اشان اليورين نتكون بيعدها تلات مراحل. او يعني ايه الكلام ده? تعال لما نراجع الكلام ده بسرعة. اعتقد انه كلكم عارفينه يعني. بس تعالوا ما نقوله كمان مرة. عندنا? عندنا? ماشي. عندنا اول حاجة. اه ده ايه? ده البلد فيزلز. ماشي? وده ايه? باومانز كابسول. ودي بروكز مال كومفليوتد كويتوبيول. ماشي? وده لوبو فينيلز. ماشي? وده ماشي ماشي. انا عايز اعرف اليورين الكون ازاي. اول حاجة انا عندي هنا دم. ماشي? انا عندي هنا ارتري. الارتري ده بيدخر الدم جوه. الدم بيمشي جوه كده. لحد دم يدخل جوه باومانز كابتول. في الحتة ديات البلد كابريلي اللي هنا بيسميه ايه? ماشي? تمام. بيحصل ايه هنا? بيحصل ان الدم اللي موجود. وخصوصا البلازمة. انا بدي الوقت بتكلمع dedi بالبلازمة. ماشي? تمام. قالك بقى في حاجات من السائل موجود جوه الدم ده. بتتنقل. بتتنقل بتروح من الجلوم يراس ماشي للباومنز كابتسول. ماشي? بتتنقل تمام? اه. بتتنقل من هنا لهنة. من هنا لهنة. ماشي? تخش جوه. تخش جوه باومانز كابتسول. ماشي? طب هل هل كل حاجات اللي موجودة جوه الدم كل الحاجات اللي موجودة جوه الدم unter Bel stri atomic. بيحصل لها filtration? دي اللي هي تخش جوه. دي اول عملية اسمها هل كل المواد اللي موجودة جواد ده ما بتحصل لها فلتريشن قالك لا دي بعض المواد بس بعض المواد اللي بيبقى حجمها مناسب ان هي تعدى الممبرين ما هنا بيبقى فيه ممبرين تمام بيبقى فيه حاجز كده المواد اللي هي حجمها اصغر من الفتحات بتاعت الممبرين ده هي اللي بتعدي مش كل المواد تمام تمام يعني انت زي عندك مواد مثلا اللي هي بتعدي زي الميا زي الووتر زي بعض الاملاح زي الجلوكوس زي الامينو أسسس الحاجات الصغيرة دي هت هي اللي بتقدر تعدي بينما مثلا عندك البروتينز دي هت بروتين كبير مش هيقدر يعدي حجمه كبير تمام طيب دخل عندنا شوية بعض المواد اللي هي قلنا حجمها زاية حصل لها عملت فلتريشن تمام المواد اللي هي حصل لها فلتريشن مع الماء ومع كل الحاجات ده هيت عملت لنا زي خليط كده او ميكس كده ده هوت او الخليط ده هوت المكون من الحاجات اللي حصل لها فرترة اسمه ايه فلتريت حلو كده جميل أنا كده عملت أول عملية أنا كده عملت إيه أنا كده عملت أول عملية اللي هي المفيلتريشن كده عملت المفيلتريشن دخلق لق 180 عملية دلوقتي أنا لدي المفيلتريت يوه واحد ليدي جوه أنها سهلاح في بعض الحاجات علي تجد entre المفيلتريت بعض الحاجات التي حصلها حصل لها بعمل عملية ايه؟ بعمل عملية ايه؟ بعمل عملية ايه؟ تمام جدا كده خلصنا تاني مرحلة بعد كده هده تفضل بقى الفلتر ماشي 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 تمام طبعا عمال يعيد امتصاص بعض المكونات منه فيه المكونات بترجع تاني للدم اهو تاني ماشي 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 لحده ما يوصل للدستل ماشي الديستل دات بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ان فيه بعض المواد اللي انا مش بحتاجها بعض المواد اللي انا مش محتاجها بتتنقل من الدم للتيبيولز يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ فيه بعض المواد فيه بعض المواد اللي ماشي في الدم بصوا انا بتكلم في هنا مماشي في الدم داخل الجولوميروس ما حصلاش عملية فلتريشن ما حصلاش عملية فلتريشن او ممكن يكون حصلها عملية فلتريشن ممكن يكون حصلها عملية فلتريشن ماشي بس انا هنا ثاني cupboard voilà. يعني مثلا هو الموجودين هنا خمسين idécn والان Listen here لن أرجى هي عرمي كمان الي أرجى اصدубли الق acredوانو امر ه يعxe m30 اللي بي حصل? الباقيين الدول يقوموا جايين هنه ليقوموا جايين هنه. رُد شيء هنا. يضمون ولد 그대로 قد يدخلوا جuba الباقي مثل. فاديabel الومي بلة التيبيوز يحتل رمضان تمام كده تمام كده خلصنا عملية السكريشن بعد كده السائل اللي هو طالع في الآخر ده هو ماشي اللي هو موجود في الكوليكتينج داك ده هو يعتبر في النهاية هو اليورين وأنا كده هكون خلص اليورين فروميشن ماشي تعال بقى ما نشوف بعض أسماء المواد اللي هي بيحصل لها مثلا عملية فلتريشن يعني مثلا عندك بيقولك أنا دلوقتي في عملية الفلتريشن عملية الفلتريشن دخلت بعض المواد زي ما اتفعلنا المواد ده هيت اللي هي المواد الحجمها صغيرة جميل كده في دلوقتي أنا كونت الفلتريت الفلتريت هو ماشي الفلتريت هو ماشي تمام في التيبيولز بيحصل عملية إعادة امتصاص لبعض المواد لبعض المواد زي ايه المواد اللي أنا بحتاج عادي امتصاصها زي ايه المواد اللي الجسم بيحتاج عادي امتصاصها زي الووتر زي الميا وزي الصالس بعض الأملاح مثل الجولوكوز مثل الأمينو أسز دول الجسم بتاني بيحتاج ان هو يعيد امتصاصهم تاني تمام تمام طيب وانا ماشي 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 وصلت لمحارة السيكريشان المحارة الجسم اصلا بيعوز يرمي فيها حاجات مش محتاجها بيقوم راميها من البلاط كابلرز يدخلها تاني التبيولز طيب زي ايه الحاجات ده هي زي البوتاسيوم وزي اليوريك أسيدز زي الارجانيك أسيدز وزي الهيدروجين آيونز ستحقيق بتاني الشishment مالذي بالنسبة ليه والمحارة errado هنا ده احنا خلصنا وفي الآخر كونا اليورين تمام كده تمام ده تقريبا ده اغلب الكلام ده كلام فيسيولوجي ماشي نخش بقى في الكلام البايو هيبدأ امام دلوقتي اللي هوا ايه اللي هو مبداية اليورين debated يبدا بالأدالى الوقت experiencia هتكلم على اليورين بيتكون من ايه ايه تكون اليورين ده طيب انا جبتلك اهو وعاء الوعاء ده في ايه في يورين تمام كده الوعاء ده في ايه في يورين بيحتوع على ايه اليورين ده لو هتلاقيوا تبصوا هتلاقيوا ان اليورين ده عبارة عن سائل هو السائل ده عبارة عن وطر مية اليورين ده عبارة عن مية اه اليورين ده عبارة عن واحد ونص لتر مية واحد ونص لتر مية زي ما انتم شايفين هنا في الموجود في الوعاء بس هو إيه المياه معروف اللونها شفاف هو ليه اللونها صفر لأن بيحتوي على بعض الأملاح اسمع بعض الأملاح بتبقى دايبة في اليورين يعني اليورين ده ما بيبقاش ميا بس لا ده بيبقى ميا تحتوي على بعض الأملاح الدايبة فيها طب هي قد إيه الأملاح اللي دايبة فيها دايد عندنا خمسين جرام سولد موجودين جوه السائل اللونها اليورين موجودين جوه المية موجودين جوه الواحد ونص لتر مية واحد ونص لتر مية ده يوميا يعني أنت يومياً بتطلع واحد ونصف لتر مية أو واحد ونصف لتر يورين في اليوم تمام؟ الواحد ونصف لتر يورين دول بيحتوى على خمسين جرام خمسين جرام من الأملاح الدايبة فيها حلو بقى حلو أنا بقى محضرتي بقى كلها عايز أتكلم على الخمسين جرام اليورين اللي هم دايبين جوه المية دي حلو بقى تمام يبقوا تعالوا بقى ما نشوف الخمسين جرام سوليد اللي موجودين جوه المية دي هنقسمهم لنوعين تمام؟ عندنا السوليد زاية الأملاح دا هي إما تكون إن أرجانيك السوليد يعني أملاح غير عضوية وإما تكون أرجانيك سوليدز إما تكون إن أرجانيك سوليدز إما تكون أرجانيك سوليدز إن أرجانيك يعني أملاح غير عضوية إن أرجانيك سوليدز يعني أملاح غير عضوية وأرجانيك سوليدز يعني أملاح عضوية طب يعني إيه عضوية أصلا؟ عضوية زي ما احنا عرفين من السنة واللي هي بتحتوي على اللي هي زر كربون او هيدروجين تمام؟ اللي هي زر كربون وهيدروجين ده يعني بقوله على المركب ده اسمه مركب عضوي مش مع وضوعنا دلوقت المهم دلوقت احنا عندنا السولد زيادة الاملاح تنقذ من العين ايما تكون ارجانيك سولدز ايما تكون ارجانيك سولدز لانا لك سميت يعني لك كتبت الاورجانيك بخط صغير والاورجانيك بخط كبير لانها تلاقيني كده في اغلب المحاضرة بعمل كده الحاجة اللي لما بكتبها بخط صغير اعرف ان الحاجة ده هي احنا مش هنتكلم عنها او بمعنى صح هنتكرف لها مش مش هنتكلم عنها او ما لانا نتكلم عن ايه يعني احنا محاضرتنا كلها تبقى على الاورجانيك محاضرتنا كلها تبقى على الاورجانيك تمام؟ هنتكلم شغلنا عن الاورجانيك بينما ان اورجانيك هنذكر دلوقت كام ملح اللي هم اليروانورجانيك وخلاص بس وعلى كده وشكراً معنى كده انك ما تزاكرهم مش لا زاكرهم انا بقول لك بس ان احنا مش هنتكلم عنهم في المحاضرة تمام فتعالا ما نخلص الاول من الانورجانيك سوليدز هما الانورجانيك سوليدزول عندنا قد يكونوا املاح لتلات عناصر يما يكونوا للسوديوم يما تكون بوتاسيوم يما تكون كلور يما تكون املاح السوديوم او املاح البوتاسيوم او املاح الكلور كده ده بالنسبة الانورجانيك طب بالنسبة الاورجانيك بقى بالنسبة الاملاح العضوية ده هي تقسمناها لتلات اقسام ماشي اول حاجة الاورجانيك سوليدز دايت يما تكون شوجرز سكريات اخدوا بالكن شوجرز دايت بتبقى حجمها صغير جدا 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 اللي هو الكمية بتعيتها صغيرة جدا 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 السكريات اللي بتبقى موجودة داخل البول دا موجودة جوة اليورين بتبقى صغيرة بس يعني هو طبيعي طبيعي بيبقى فيه شوجرز تمام بس بكمية صغيرة طيب تانى حاجة الاورجانيك اصدز اول احماض العضوية الاحماض العضوية تاب زي ايه الاورجانيك اسيدز زي هيت زي عندنا لغزاليك اسيدز زي عندنا لكتك اسيدز زي عندنا سي ترك اسيدز زي كيتون باديز وعند الهيبيوريك اسيدز كل دول من الارجانيك اسيدز تمام تمام تفعنا لنقولنا الشوكر حيلو طب و ايه تاني كبير بقى اللي احنا هنتكلم عنه اللي هياخد اغلب الشغل و اللي انا دلوقتي هكتبه بخط كبير اسمع نان بروتين نيتروجناس كومباوند نان بروتين نيتروجناس كومباوند يعني ايه نان بروتين نيتروجناس كومباوند بصوا عشان تعرف معناها احنا عدننا في جسمنا مفي مركبات تحتوي على نيتروجين في مركبات في جسمنا تحتوي على نيتروجين والعلماء قسموا المركبات اللي تحتوي على نيتروجين في الجسم عندنا لنوعين يقمة تكون مركبات اي مركب تاني غير البروتين هو البروتين ده زي ما احنا عارفين البروتين بيبقى يحتوي على نيتروجين في مجموعة الامين تمام كده البروتين بيبقى موجود في نيتروجين حلو حلو فى عشان Exec العلماء قسموا المركبات الموجودة للجسم مركبات اللين تحتوي على نيتروجين في الجسم بيبقى كان لنوعين بيبقى كان لنوعين أي مركبات تانية غير البروتينات لكي تسميتها non-brotein من الآخر non-brotein nitrogenous compound non-brotein nitrogenous compound compound يعني مركبات ماذا يعمل على المركبات لماذا يعمل على البروتينات لماذا يعمل على البروتينات جميل كما اتفقت قلت ان الكلام الذي سيبقى بخطة صغير هذا يعرفه لكن لا نتكلم عنه نتكلم عنه بتفصيل قلنا لحد الوقت قلنا لحد الوقت ان الكمبزيشن يحتوي على خمسين جرام من السولد تمام يعني الاملاح الموجودة جوه اليورين قلنا السولدس ده قد تكون ارجانيك عضوية او تكون ان ارجانيك غير عضوية قلنا الان ارجانيك ده قد تكون صوديوم بوتاسيوم وكلور حلو كده قلنا الارجانيك حجم التلاتة يقام شوهر يقام ارجانيك اصيد يقام نان بروتين نيتروجناس كومباوند حلو جميل جدا تعال بعد الوقت اما نقسم النان بروتين نيتروجناس كومباوند ان هذا المشكل اننا نعمو والشغل كله احدا بروتين نيتروجناس كومباوند لكن هي كان السمطوم was the first test سمناهم أعليس من الممكن سمناهم ميدياري كومباوند وتاني قسم اند برودكت كومباوند يعني ايه الكلام ده يعني دلوقتي عندي نوعين المركبات قد تكون انترميدياري كومباوند او تكون اند برودكت كومباوند يعني ايه الكلام ده يعني ايه الكلام ده يعني انترميدياري واند كومباوند يعني بكل بساطة احنا لو عندنا باثوي لو عندنا مجموعة من التفاعلات سلسلة من التفاعلات بتبدأ بمركب تمام وبتنتقف الآخر بمركب جميل كده بتبدأ بمركب وبتنتقف بمركب واشان المركب الاولان ده هو تيوصل للمركب الاخير ده بيعدي على مجموعة من التفاعلات المجموعة من التفاعلات ده بينتج عنها مجموعة من المركبات زي ما انتم شايفين اهو البط هو اي العادل اللي احنا عارفينه تمام تمام قالك بقى ان اي مركب باللون الاحمر اي مركب باللون الاحمر اللي هو في النص ده مركب وسيط بسمي بقول عليه انتر ميديت يعني مركب وسيط بينما المركب اللي ببقى في الاخر اللي بطلع منه باخر مركب في التفاعل ده اللي بقول عليه الاند برو دكت يعني الناتج النهائي ده الانتر میديت ده الاند برو دكت تمام كده فاحنا دلوقتي عندنا مركبات انتر میديت تمام انتر میديت ماشي مركبات اند برو دكت زي ايه الانتر میدياري زي اي المركبات اللي هي الوسيطة دي عندنا 3 مركبات مؤمن جدا ايه هم الثلاث مركبات دول اول واحد اسمه امونيا تاني واحد اسمه امينو اسيدز تالت واحد اخدوا بالكم ان انا هكتبه بخطة صغيرة احنا مش هنتكلم عنه بالتفصيل كرياتين تمام كده تمام دول بالنسبة الانترميدياري طيب بالنسبة بقى المركبات اللي هي بتبقى تبقى مركبات نهائية زي ايه زي عندنا اليوريا زي عندنا اليوريك اسيد زي عندنا كرياتين مش كرياتين كرياتين وخط بوص بس مش مش كان الماء كرياتين تمام تمام بتاني احنا دلوقتي عندنا الانترميدياري قد تكون انترميدياري قد تكون انترميدياري الانترميدياري اللي هي اهموم الامونيا والاماينو اسيدز ومعا تاني الكرياتين طيب بالنسبة الانترميدياري اليوريا ماشي دي اهموم وليوريك اسيد وكرياتينين تمام كده تمام احنا نتكلم دلوقتي على ايه هنتكلم على الامونيا والاماينو اسيدز واليوريا زي ما هم متوضحين بخط كبير حلو او نبدأ اول حاجة بالامونيا الامونيا عشان تفهم الكلام المكتوب في الامونيا الموجود في ال data لازم انتعرف اصلا الامونيا جاية منين ويه اصلها تمام الامونيا اللي هي NH3 حلو طيب ركز معا كويس الامونيا دي اصلها في الخلايا دي اي دي خلية دي اي دي اي خلية من خلايا بتاعت الجسم ماشي دي خلية عادية وده اي دبلد ويسل دوعاء دموي وده اي دي الكيلية دي الكيدني حلو كده تمام فكسبها معا عندنا جوا الخلية جوا الخلايا بتاع الجسم بتاعنا بيحصل مجموعة من التفاعلات سين زائد صاد بيساوي اي حاجة تفاعل مثلا بيساوي دل زائد NH3 حصل اي تفاعل المهم التفاعل ده في الاخر طلع لي الامونيا جميل كده جميل الامونيا حاجة وحشة الامونيا حاجة وحشة الجسم بيبقى عايز تخلص منها هي مش مركب كويس لا ده هو مركب سام فالجسم بيبقى عايز تخلص منها طيب من الكليا هتروح بعدها لايه لليورين وتتريمي جميل كده جميل قالك في مشكلة ايه المشكلة دلوقتي انا لو عايز لو عايز اودي الامونيا للكليا هو انا بودها من الخلية للكليا على طول لأ لازم ان يبقى فيه طريق لازم ان يبقى فيه وصلة ايه الواصلة الوعيه الدموي البلوت فيزلز فتلاقي ان الامونيا بتمشي في البلوت فيزل بعد كده الارتري مسلا بعد كده تروح للكدنيه حلو لحد الوقت تمام طب ايه المشكلة في كده قالك المشكلة بقى ان الامونيا اللي NH3 ده مركب صغير جدا حجمه صغير جدا فبالتالي بيقدر يعدي ما بين اي ممبرين يقدر يشوفه يعني دلوقتي يعني يقدر يعدي مثلا من الارتري من الوعاء الدموي دهوت يروح مثلا لأي نتشو في موجود في الجسم يقدر يعدي من الارتري اللي ماشي فيه ماشي ويخرج منه ويروح لأي نتشو تمام وانا زي ما قلتلكم ال NH3 ده مركب صغير طيب ايه اسوأ حاجة ممكن يروح يعملها ممكن يروح يعمل في البرين ده ده المخ بتاعك ماشي يوصل لحد البرين يعد بيعدي كمان البلوت بالرين باريار متخيلين وبيعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في الدماغ ممكن تقديل موتك عشان كده هو مركب صغير جدا طيب ايه الحل ايه الحل دلوقتي انا عايز انقله واوديه اوديه ايه عم بقى اظبط عايز ارمي في اليورين عايز ارمي في اليورين طيب عشان ارمي في اليورين لازما يكون ما يشي في البلوت فيزل لازما يمشي في القواعد الدموية طيب ايه الحل قال لك الحل لانا هجيب مركب ده يمسك في الأمونية زيكون حارس كده يمسكه كويس بحيث الأمونية ما يعرفش يعدي أي ممبرين يقبله تمام ما يعرفش يعدي الممبرين مسلا بتاع الدم ويروح مسلا للمخ ويروح بقية التشوز ويبوزها تمام فانا هقيده طيب هعمل الحوار ده ازاي قال لك عن طريق الأمينو أسيتز عن طريق ايه الأمينو أسيتز الأحماض الأمينية وأهمهم وحد اسمه الجلوتاميك أسد واحد اسمه ايه الجلوتاميك أسد ده مهم جدا ماذا يحصل في الحوار ده كله أفصوا أنا دلوقتي من قبل أنك�بها دي أنا دلوقتي عندي أي أمين أسد اللي وهو أحماض أمينية لكن الآن دعونا نتكلم عن الجلوتاميط لأنه هو أهمهم الجلوتاميط اللي هو الجلوتاميك أسد هذا الجلوتاميت هو الجلوتاميت تمام انا اعيض ضربة ال NH3 بالجلوتاميت اعيض ضربة ال NH3 بالجلوتاميت اهو اهم يدخل ال NH3 مع الجلوتاميت تمام هدخله في تفاعل عن طريق ماشي عن طريق انزيم كده اسمه جلوتامين سينستيز مش لازم انتعرفه المهم يعني الامونيا بيرتبط مع الجلوتاميت وبيكوني مركب اسمه جلوتامين الجلوتامين هو نفسه جلوتاميت بس الفرق ايه بالفرق في الحتة هنا الفرق ايه اللي تضاف له ال NH2 وهو نتيجة دخول نتيجة الارتباط ال NH3 مع الجلوتاميت جميل كده تمام فبالتالي المركب ده هو المركب اللي هو الجلوتامين ده ده مركب عاري ده مش سام او بمعنى صح ده ما بيخرجش ما بيعديش برا الممبري ما بيعديش من الاواعيات الدموية فبالتالي اعطمن اه والامونيا معاه حلو من الاخر الجلوتامين ده هو تشكل زي عربة كده او وسلة نقل للامونيا دي فالامونيا دي دلوقتي بقى شكلها ايه بقيت في صورة ايه الجلوتامين الجلوتامين يدخل جوه البلات فيزل يروح للكيدني تمام كده يروح للكيليا بعد كده ايه اللي هيحصل بقى جوه اللي هيحصل بقى ان انا دلوقتي ايه نوريني ده الارتري تمام يحتوي ايه على جلوتامين تمام كده الجلوتامين دخل جلوتامين ايه دخل وعدة ومشي او وحده ما وصل للدستال كومفليوتو توبيول تباوي الايد لايهايحصل بقى في الدستال كومفليوتو توبيول ده هيقوم بقى جلوتامين متكسر ومتديني اامونيا الي هوي هوي هوا هيحصل التفاعل العكسي الي هايحصل بقى الجلوتامين ده هيقوم متكسر عن طريق انزيم مهم اسمو مهمة او تعرفوا بقى الانزيم ده عشان هو ما اذكر في الدات اسمه ايه انزيم جلوتاميناز يقوم مكسر الجلوتامين ده لمركبين جلوتاميت ونحسري الجلوتاميت الجسم بيقعد نستازه تاني ونحسري اللي هو الامونيا الجسم يرمي بقى تمام كده؟ الامونيا يقوم الجسم رمي عرفنا بقى الامونيا بتوصل مثلا للخلية لأي خلية في الجسم بتوصل للخلية لحد ما توصل لكيدني ازاي ومن الكيدني بتوصل لليورين ازاي فاهمنا البسوي فاهمنا الطريقة تمام جميل جدا طيب انا دلوقتي قدرت اوصل الامونيا دهية لليورين جميل كده طيب هل كل الامونيا اللي في اليورين وصلت عن طريق الجلوتامين هل كلها وصلت عن طريق الجلوتامين قال لك لا زي ما انا قلت لك في الاول ان بتبقى هي يعني اللي بينقلها الأمينو أسيدز تمام؟ أمينو أسيدز معينين ماشي بس أهمهم كانت جلوتامين أهمهم كانت جلوتامين يعني هتلاقي إن الأمونيا الأمونيا النتجة من جلوتامين لوحدها بتشكل 60% من الأمونيا اللي موجودة في اليورين وهتلاقي الأمونيا اللي هي نتجة من الأزر أمينو أسيدز الأزر أمينو أسيدز الثاني الغير للجلوتامين هتلاقيهم هم 40% بس تمام؟ تلاقي الأمونيا اللي طلع من جلوتامين لوحدها 60% تمام؟ بينما الأمونيا اللي طلع من الأزر أمينو أسيدز دول 40% تمام كده؟ كلام جميل كده احنا خلصنا الأمونية خلصنا شغالينا في الأمونية ننقل بقى على إيه ننقل بقى على الأمينو أسيد حل الآن نتكلم في إيه تاني على الانترميدياري نان بروتين نيتروجنس كنباوند خلصنا الأمونية دلوقت هنخش بقى إيه في الأمينو أسيد جميل جد قال لك الأمينو أسيد لما تيجي تتريمي في اليورين بتتريمي في سورطين يقيم ما تكون في صورة من السورطين يقيم ما تكون مرتبطة مع حاجة معينة مع مركب معين أو لوحدها كده تمام بتبقى قد إيه مرتبطة يبقى 80% من الأمينو أسيد اللي نزلة في اليورين بتبقى مرتبطة مع مركب تاني بينما 20% من الأمينو أسيد اللي نزلة في اليورين بتبقى فري بتبقى أمينو أسيد بس أمينو أسيد بس مش مرتبط مع حاجة طيب بالنسبة لأمينو أسيد الكونجيوجيتد طيب بيبقى مرتبط مع إيه يعني إيه اللي بيبقى مرتبط مع الأمينو أسيد ذا إديني مثال هديك مثال زي عندنا الجليسين أمينو أسيد جليسين لما بيجي يرتبط أو بيجي ينزل بيبقى كونجيوجيتد مع إيه مع مركب اسمه بنزوك أسيد ماشي الجليسين لما بيجي ينزل في اليورين بيبقى كونجيوجيتد مع البنزوك أسيد كذلك عندنا الجلوتامين مركب الجلوتامين لما ييجي ينزل اللي هو الأمينو أسيد الجلوتامين لما ييجي ينزل في اليورين بينزل مع مركب كونجيوجيتد ويد مركب اسمه فينيل أسيتك أسيد تمام كده جميل جدا ثاني الأمينو أسيد لما تيجي تنزل في اليورين ياما تكون في صورة كونجيوجيتد مرتبطة مع حاجة ياما تكون free طيب أمينو أسيد الكونجيوجيتد بيبقى نسبتهم أديه 80% تابل free بيبقى 20% طيب بالنسبة للكونجيوجيتد ادني مثال كده زي عندنا الجليسين بينزل مرتبط بايه بالبنزوك أسيد وزي عندنا الجلوتامين بينزل مرتبط مع ايه مع الفنيل أسيتك أسيد جميل كده جميل بعد كده عندنا الكرياتين وده احنا كتبينه بخطة صغيرة فمشان نتكلم عنه يبقى احنا دلوقت خلطنا الانترميدياري تمام non-protein nitrogenous compound وان اللي هم أمونيا وامينو أسيدز وكرياتين نخش بقى على الاسم التاني اللي هو الاند برودكت non-protein nitrogenous compound اللي هم الاند برودكت اللي عندنا أهمهم والوحيد اللي هنتكلم عنه اللي هو اليوريا اليوريك أسيد وكرياتينين ماشي نبدأ بقى نقول بسم الله في اليوريا 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 يعني ايه يوريا أو هي جابنين أو هي ايه دنيتها اليوريا عشان نجيبوا الموضوع من الأول خالص تعالوا ما ناخد ولا مش مشكلة تعالوا احنا هنرسمها هنعمل نفس الرسمة اللي احنا رسمناها مع الأمونيا بس المرة دي بس المرة دي مش هنرسم سل المرة دي كنا رسمين سل لا المرة دي مش هنرسم سل احنا المرة دي هنرسم ليفر هنرسم ايه ليفر اللي هو الكبد تمام تمام انت موضوع طيب تعالى معيه كده كسر بروتين هضلي بروتين كده وكسروه جبت هذا البروتين، كسرته وضعتني بوليبوتايت كسرته وضعتني أمين واسد هو الأمين واسد يتكون من إيه هذا النفط سأعطني أبسط أمين واسد بمجموعة CH2 مرتبطة مع كاربوكسو جروب مرتبطة بعد ذلك عندنا H2N كسر هو المسر دخل هالي في أي تفاعل انظر لا يجب أن نتفاصيل لا يجب أن نتفاصيل المهم أن هذا الأمين واسد عندما يحدث له عملية اسمها دي أمينيشن أو بكسر الأمين واسد alternative ما هو أمينيشن أو بكسر مجموعة الامين ما هو المجموعة الامين أشعر وبالتالي يتحرك للمركب أي مركب أن من الاسم يجب على أن تعرفه أزائد NH3 أ Plemond يوه ما عم spies أعين أعين إن XL feeling لاعين حجمس حجم بشكل عندما يتمدد الان وسؤدي لك مشاكل كي ويدوّل الجسم فأنا عريسي أتخلص معه بس اخد بالك انا دلوقتي في الليفر هل الليفر هيقوم حول ال NH3 ده هو لجلوتامين بعد كده ينقله يتخلص منه في الكدني ممكن ممكن يعمل كده بس الاساس الاساس اللي الليفر دايما بيعمله ان بيحول ال NH3 ده لمركب اسمه اليوريا مركب اسمه ايه اليوريا تمام كده يبقى احنا عرفنا ايه اصل اليوريا اصل اليوريا جاي من البروتينز اصل اليوريا جاي من البروتينز يعني ايه يعني لو انت كلت بروتينات كتير كلت بروتينات كتير ايه لا يحصل اليوريا هتزيد ماشي معلومة دي اخليها معك اشان انا احتاجها كمان شوية لما تاكل بروتينات كتير اليوريا هتزيد اليوريا مش زي ال NH3 ما بتعديش البلد بليم باريا لا هي محترمة بتروح لحد الكدني لحد ما نرميها في اليورين حلو وهكذا نشأت اليوريا جميل كده جميل قالك بقى يعني احنا كده يعتبر خلصنا اليوريا بس هي في معلومة كده لازم ان تعرفها على اليوريا قالك ان اليوريا دي لوحدها بتشكل من 80% ل90% من النيتروجنس من total يورانالي نايتروجين يعني ايه الكلام ده يعني من الاخر من الاخر عايز اوريك ايه ان اليوريا اليوريا لوحدها بتشكل من 80% ل90% من النيتروجنس كومباوند يعني اليوريا هي البيك بوس هي اكتر حاجة موجودة هي هتلاقيها اكتر حاجة موجودة في اليورين هي اليوريا دي تمام الشكل اللي واحدها من 80% ل90% من التوتاليوريانالي نايتروجين بعد كده بعد اليوريا هيبقى عندنا اليوريك اسيد وكرياتينين ودول قلنا احنا مش نتكلم عندهم وكده احنا خلصنا تقريبا 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 نص المحاضرة ماشي نراجع عليها على السريع كده احنا اتكلمنا في ايه هات المحاضرة من الاول كده احنا قلنا المحاضرة بتاعتنا هنقسمها اليورين او اليوريون او اليوريون ماشي وبعد كده ابنورمال قلنا اليوريون اللي هو هنتكلم في عن اليوريون اليوريون هو ناخد منه فرميشن بيتكووم من ايه بالنسبة لفرميشن بتاع اليوريون قلنا هيأخذ في ثات مراحل فلترايشن وري ابزوربشن وسكريشن بالنسبة للكومبزيشة مثل اليورين يتكوى من 1.5 لتر مية دايو يبثيهم 50 جرام الأملاح 50 جرام السولد دول يكونوا غير عضويين زي السوديوم والبوتاسيوم والكلور أو يكونوا عضويين زي العضويين دول زي الشجر زي الأورجانيك أسيد ماشي وزي المهمة اوي النان بروتين نيترويجناس كنباوند حلو اوي ويقولنا النان بروتين نيترويجناس كنباوند هو أي مركب في نيترويجين وليس بروتين حلو كده تمام طيب ودألك ده بيت اسم ليه بيت اسم ليه انترميدياري كنباوند او يقول اند بروتكت كنباوند تمام تمام بالنسبة الانترميدياري دول أمونيا وأمانو أسيد وكرياتين وبالنسبة الاند بروتكت عندنا اليوريا ماشي وليوريك أسيد وكرياتين ناخدش بعد الوقتي على اليورين فورميشن تكوين اليورين عرفنا ان اليورين بيتكون من ثلاث عمليات أسيين أول عملية وهي الفلتريشن عملية الفلتريشن وهي المصفة بتاعة البلوت بلازما في بعض المواد بتخرج من البلوت بلازما بتنتقل من البلوت بلازما عن طريق الجولوميوراي بتتنقل بتروح للتبيول جوه ثانية عملية او ثانية مرحلة هي في بعض المواد من المواد التي انتقلت من البلازما ودخلت جوه تبيولز انا عايز استرجاع تاني الجسم عايز استرجاع تاني فبعمل لها عملية في بعض المواد مثل المواد دهيت زي الصالس بعض الأملاح وزي الوطر زي المية الجسم بيعز المية تانية استرجاع وزي الجلوكوز وزي الامينوأسيز ماشي يعني الجسم عايزهم تاني ثالث مرحلة وهي ان هو الجسم في بقى مواد محصل لاش نصيب ان هي تترمي في اول مرحلة في محصل لاش نصيب اللي هي حصل لها فلتريشن بس انا عايز ارميها عايز ارميها غصب عنها فبعمل لها عملية ماشي يعني انا ببرمي حاجات من البلد برميها بدخلها في التبيول بعملها عملية مثل مواد زاد مثل البوتاسيوم مثل الوريك اسيد مثل الهيدروجين تمام كده بعد كده اتكلمنا عن ماذا تكوين اليورين ده اصلا قلنا النورمل يورين تكوين خمسين جرام من أولد واحد ونصف لتر يعني اليورين ده عبارة عن واحد ونصف لتر ووتر داي فيهم خمسين جرام من السولد تمام كده تمام المؤسسة هذه المؤسسات هي إما تكون Organic Solids وإما تكون Inorganic Solids وقلنا عليها أهمهمهم Organic Acids أو Organic Acids الأحماض العضوية مثل Lactic Acids Citric Acids مثل ومضمن ال Organic Solids مثل هذا بالنسبة لل Inorganic Solids لدينا السوديوم بوتاسيوم كلوريد جميل كده كده عرفنا ال Urine Compensation بعد كده اتكلمنا عن وعرفنا ال Number Ten بيشمله ايه؟ بيشمله حاجة من اثنين إما تكون إما تكون أو يكون ال Intermediary هم ال Amino Acids والأمونيا والكرياتين بالنسبة لل إما تكون اليوريا أو يوريك أسد أو أو كرياتينين ماشي؟ تمام ههو يوريا أو أمونيا أو كرياتين أو كرياتين أو يوريك أسد ماهو؟ ناين بروتين نايترويجنا سنقوم بهم هنأخذ بعد الآن هنتكلم عن أول واحد فيهم وهو الأمونيا قلنا الأمونيا يوريا الأمونيا دي يعني بتنتج منين هل هي بتنتج أصلا يعني بيحصلها فالترايشن لا هي محصلهاش في الأول خالص ههو أصلا بتنتج في التبيولز بتنتج فين؟ في الديستال كومبيوتر تبيولز حلو كده ماشي يعني بتنتج ازاي؟ عن طريق الجلوتامين عن طريق اللي أنا بكسر الجلوتامين ده بأنزيم اسمه جلوتامينيز في أنزيم اسمه جلوتامينيز بيكسر الجلوتامين ماشي طيب بينتج لأمونيا الأمونيا للنجدة دي حوالي 60% من الأمونيا اللي نتجه من الأمونيا اللي موجودة في اليورين أو بيقول لك أبوات 60% are produced by action of the enzyme جلوتامينيز on جلوتامين from other tissue يعني الجلوتامين اللي جاي من الرايح للكيدني ماشي اللي بيشتغل عليه بيشتغل عليه انزيم اسمه جلوتامينيز فبيطلع أمونيا كمية الأمونيا اللي طلع دهيت بتشكل لوحدها 60% من الأمونيا اللي موجودة في اليورين ماشي طب 40% التانيين لا 40% التانيين دول جاي من the amination بتاع الأضرر أمونيا the amination amino acids يعني أنا بشر منها مجموط الأمين فبالتالي بيديني امونيا ماشي إبقى 40% التانيين دول نتجي من الأمينو أسد التانيين اللي موجودين في اليورين حلو كده جميل بعد كده خدنا اتكلمنا الأمينو أسد قلنا الأمينو أسد ذات من نانبروتين نيترويجنس ماشي طيب الأمينو أسد ذات قلنا ايه most of amino acids about 80% excreted in the urine يعني حوالي the amino acids اللي هي 80% منها بيبقوا conjugated amino acids يعني بيبقوا مرتبطين بينما 20% بيبقى free يعني أنا عندي 80% من amino acids بيبقوا conjugated 20% بيبقوا free amino acids بعد كده اتكلمنا عن اليوريا قلنا اليوريا ده هي this is the principle and product of protein catabolism يعني ده اهم ناتج او هي تعتبر الناتج الاساسي لتكسير البروتين البروتينات لما تكسر بتديني في الاخر اليوريا بعد كده قالك اليوريا ده اصلا بيعتم انتجة فين بيتونتك في الكبد انا اسف ماشي from the ammonia result from the amination of the amino acids يعني ايه الكلام ده يعني بيقولك ان ال amino acids حصلها فدتني امونيا فالامونيا بتخلص منها عن طريق ان احاولها اليوريا تمام كده تمام بعد ما حاول لها اليوريا بعملها excretion by the kidney in the urine حلو كده تمام فقالك الريوريا لان كل ما باخد بروتين زيادة كل ما بيديني يوريا زيادة ماشي فلما البروتين يزيد فالريوريا هيزيد تمام كده تمام وقالك من تمانين إلى تسعين في المية بيتونتك في الناتجين يعني اساس الناتجين اللي موجود في اليورين يعتبر هو اليوريا هو اساسها لانه بيشكل الواحده من 80% لتسعين في المئة من التوتالي يوريناري نايترويجين بعد كده عندنا كرياتين وكرياتينين وريوريك أسد ده ما اتكلمش عنه طيب يا شباب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الجزء النورمل اللي موجود في المحاضرة دلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن الجزء الابنورمل اللي تبع المحاضرة طيب احنا هنتكلم على ايه في الجزء بتاع الابنورمل هنتكلم عن حاجتين قاسيين اول حاجة هي متعلقة باليورين حاجة تبع مكونات اليورين تاني حاجة متعلقة باليوريناري تمام كده يبقى احنا هيكون عندنا اول مشكلة اول هنتكلم عنها في اليورين تمام؟ في مكونات اليورين هيبقى فيه خلل في مكونات اليورين والخلل التاني هيكون في اليوريناري تمام كده تمام؟ نبدأ اول حاجة باليوريناري اليورين كونتنت الواحد أبنورمال يعني ايه الكلام ده يعني ايه الكلام ده نركزوا معي دلوقتي انا اتفعت دلوقتي ان الجزء ده هوت احنا نتكلم فيه عن حاجات مش طبيعية بتيبقى موجودة في الجزء طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن في اليورين كونتنت تمام كده يعني فيه خلل في مكونات اليورين تمام؟ الخلل ده يئما يكون في حاجة طبيعية يئما يكون في مكون طبيعي يئما يكون في مكون غير طبيعي بمعنى بمعنى ديني مسالي أبنورمل يعني فيه خلل في خلل في مكون الطبيعي اصلا هو موجود في اليورين بمعنى ايه مش فاهم اغلط ديني مسال زي اليوريا عارفين اليوريا مش اليوريا دي اصلا مكون طبيعي في اليورين كل اليوريا مكون طبيعي في اليورين تمام ايه بقى ممكن يحصل بقى خلل ممكن يحصل خلل في اليورية يئمة زيد قوي 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 يئمة قل قوي قوي يعني يئمة زيد يئمة قل فبالتالي حصل فيه abnormality فحاجة normal فحاجة اصلا هي بتبقى موجودة في اليورين تمام ده بالنسبة abnormal للnormal ممكن مثلا يحصل abnormal لابنورمل ممكن تكون يعني ايه حاجة abnormal يعني حاجة اصلا هي المفروض ما تبقاش في اليورين حاجة المفروض ما تبقاش في اليورين من اساسه زي ايه مثلا زي biopigment زي biopigment اللي هي العصارة الصفراوية دهات المفروض ما تبقاش في اليورين انا لقيتها بقى في اليورين فسعيتها حصل في abnormality في اليورين content لحاجة اصلا abnormal حاجة المفروض ما تبقاش في اليورين تمام كده تمام كده احنا فتحنا المواضيع تعالوا بقى اما نخش بقى على الكلام المهم هنتكلم اول حاجة في اليورين content عن abnormality في normal abnormality في normal بالنسبة ل abnormality في normal contents او ما ايه اصلا normal content اللي بيحصل فيهم خلل حاجة من الاثنين اى ام عندنا الاماينو asids يام عندنا اليوريا تمام كده الاماينو asids بتبقى طبيعي اننا لقي امينا acid في اليورين بس مش بكمية كبيرة تمام بلاقي امينا acid بس مش بكمية كبيرة ماش ده طبيعي لما قل لك اننا لقيت امينا acids بكمية كبيرة في اليورين فده معناه حاجة واحدة معناه حاجه بسميه أمينو أسيدوريا يعني لقيت أمينو أسيدز بكمية كبيرة في اليورين والأمينو أسيدوريا ده بين اسم لقسمين يئم يكون فيسيولوجيكل يئم يكون باسيولوجيكل يئم يكون فيسيولوجيكل حاجة طبيعية يعني الأمينو أسيدز الكتير اللي ترمت في اليورين ده ده حاجة طبيعية ده ما فيش أي خلل ولا فيه أي مرض يئم يكون باسيولوجيكل ده ناتج عن مرض مرض خلى الأمينو أسيد تنزل بكمية كبيرة في اليورين تمام؟ تمام طب بالنسبة للفيسيولوجيكل دهوت بيبقى سابه إيه؟ بيبقى سابه حاجة من الاتنين يئم في البرجنانسي يئم في النيو بورن يئم في البرجنانسي في الواحدة الحامل يئم في النيو بورن طفل لسه مولود طب ليه؟ ليه؟ السبب لأن عملية الريق أبزوربشن الأمينو أسيدز اللي في التبيولز ما بتحصلش أو بيبقى فيقي بعض الأمينو أسيدز معينين ما بيحصل لهمش عملية إعادة امتصاص من التبيولز هما دلوقتي حصل لهم فلتريشن ماشي؟ المفروض بقى في الطبيعي في الطبيعي أن الجسم هيعادة امتصاصهم تاني من التبيولز قال لك لا الميكانيزم ده ما بيحصلش ليه؟ نتيجة وجود يعني حاجات هو أصلا بالضبط بالضبط السبب للعلماء ما يعرفوش بالضبط هو أنون بس في بعض العلماء اللي قال لك ده بسبب هرومونات في البرجنانسي وقال لك اللي هو بتيبقى جيناتك في النيو بورن بس عموما ده بيبقى مؤقت ده بيبقى مؤقت لفترة معينة بعد كدة الجسم بيرجع ثاني للطبيعته عشان كدهtre قال له بسبب مرض حصل امينواسيدوري بسبب مرض معين ماشي؟ ودوت البسولوجكل ده أنا بأسمه لقسمين يم يكون non renal يعني مشكلة مش في الكليا يم يكون renal يم يكون renal مشكلة في الكليا يم يكون non renal اي مشكلة خارج الكليا اي مشكلة ايه خارج الكليا تمام تمام تعالا كده اما نبص على non renal non renal ده اوة يم يكون مشكلة في الليفر زي مثلا severe liver disease أمراض الأمراض الخطيرة في الليفر اللي بتقديل إيه بقى اللي بتقديل إيه اللي هي بتقلل يعني إيه أو إيه لازمة دي أمينيشن دي أمينيشن دي كنت بتعمل إيه هو الليفر أصلا كان بيعملي هو إيه وظيفة الليفر أصلا إنه هو بيكسر الأمينو أسيدز الأمينو أسيدز الليفر بيروح يكسرها عن طريق عملية اسمها إيه دي أمينيشن بيعمل عملية دي أمينيشن فبالتالي بيكسر الأمينو أسيدز فلما الليفر يكون في مشكلة فبالتالي مش هيقدر يكسر الأمينو أسيدز وبالتالي الأمينو أسيدز هتزيد هتزيد الأمينو أسيدز هتزيد تمام في الجسم فبالتانيا ان اريد اتخلص منها فبتخلص منها شب fuiورين فبيحصل عندي أمينو أسدوريا طب Percy the Amino vuelves هذا الأمينو أسدوريا نتيجة نتيجة يشهد الخير؟ هذا بالنسبة للأمين. أو قد تكون مشكلة؛ في بعض الإنزيمات في خلل مثلا نقص انزيمات معينة الأنزيمات ده هي بتبقى مسئولة عن عملية تكسير بعض الأمينو أسدا ماaddữ ممتازن ؟ انزيمات مسئولة عن تكسير بعض الأمينو أسدا فبالتالي لما الانزيمات تقل الامينواصد ديها هتزيد مش فاهمة اوح اديني مثال هتديك مثال انا دلوقتي عندي مثلا امينواصد اللي هو الفنايل الانين حلو الفنايل الانين ده لما عاوز اكسره بكسره عن طريق انزيم اسمه فنايل الانين هيدروك سيليز عايزة اكسره عن طريق انزيم اسمه فنايل الانين هيدروكسيليز تمام تمام طب نفرد دلوقتي اننا عندي نقص في الفنايل الانين هيدروكسيليز انا دلوقتي عندي نقص في الانزيم ده هو فبالتالي هتلاقي ان الفنايل الانين زاد زاد في الجسم ولما الفنايل الانين يزيد في الجسم يقوم مرمي بعد كده في اليورين الجسم يكون عايز يتخلص منه فيرمي في اليورين تمام هذا بالنسبة للفنائي الألانين أعطيني أيضا أمين أسد لدينا أمين أسد مثل الهستيدين لماذا لا أعرف كتبه صحة طغير المهم عندما أريد أن أتخلص منه أتخلص منه عن طريق إنزيم اسمه هستيدينيز هستيدينيز نيز يعني يكسر يعني هو الذي يكسر الهستيدين حسنا لدي لعتي نقص في هذا الإنزيم حسنا سيبقى تلاقي الهستيدين الأمين أسد الهستيدين يزيد وبالتالي هيترمي في اليورين هيترمي في اليورين تمام كده تمام كذلك برضو بيحصل مع بعض الأمينو أسدز اسمهم إيه دول بيكسروا عن طريق إنزيم اسمه برانشد تشين كيتو أسد كيتو أسد دي كاربوكسيليز ماشي طيب الإنزيم اللي هو دي كاربوكسيليز ده أما حصل فيه نقص فبالتالي البراشل شين أمين أسد ده هيزيده وبالتالي هيترمي في اليورين ماشي تمام وكل بقى مرض بينهم كل نقص في إنزيم معين بيبقى لي اسم يعني مثلا النقص في الإنزيم بتاع الفنايل آنين هيدروكسيليز ده بيبقى اسم المرض ده هو إيه فنايل كيتو نوريا فنايل كيتو نوريا يعني الفنايل آنين موجود بكسرة في اليورين طيب بالنسبة للهستيدينيز أنا عندي دلوقتي نقص في الهستينيز فبيديني مرض اسمه إيه هستيدينيميا هستيدينيميا طيب بالنسبة للبراشل شين كيتو أسد ديكاربوكسيليز عند نقص فيه فبيديني مرض اسمه مالب سيرب يورين زيز ماشي تمام كل الأدوات ونحن نراجع تاني ما تقلقوش يعني نحن نراجع الكلام ده كمان مرة حلو كده تمام دلوقتي احنا خلصنا المشاكل اللي هي نون رينال الباسولوجيكال النون رينال نقص بقع مشاكل اللي هي رينال اللي تبع الكيليا الكيدني فيها مشاكل فبالتالي بيحصل عملية الأمينو اسيدز بتنزل كتير في اليورين ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الكيليا ممكن يحصل تيوبلر ديميج يعني التيوبيولز حصل لها ايه ديميج فبالتالي لما التيوبيولز تبوز اللي بيحصل عملية الري ابزوربشن بتقل عملية اعادة انتصاص الامينو اسيدز من التيوبيولز بتقل فبالتالي بلاقي امينو اسيدز كتير موجودين في اليورين تمام كدة وتعالوا كده ما نبص بص كده سريع على الامينو اسيدز دوريا هنا الامينو اسيدز بتتريمي من تلك اليورين بيسميها امينو اسيدز دوريا يقدي الى Anglicinuria فيبيئد ان مش عارف عادي متصاصه ويقدي ايه لليستيردورية او Glycine فيا ايه لغلسينورية إنه اللي بالطنق في اليورين نتيجة لها مش عارف عادي متصاصه وهذا بالنسبة الإيه للرينال بالنسبة للنون رينال اما تكون مشاكل متعلقة بالليفر بالكابت زي مش عارف اعمل ديه Ammination ال Amino Acids فالأمينو أسدس بتزيد عندي في الجسم فباضطر انها ستخلص منها في اليورين طيب بعد كده او مشاكل في الانزيمز بعض الانزيمز اللي هي مسؤولة عن تكسير بعض الانزيمات بعض الامينوأسيز مش موجودة حصل لها فبالتالة لاي تلاقي الامينوأسيز ده هي عالية فباضطر ان انا بتخلص منها في اليورين تمام كده طيب كده خلصنا الامينوأسيز نخلش بها دلوقتي على اليوريا قبل بس ما نخلش في اليوريا حابب بفكركم بحاجة في اليوريا ان اليوريا جاية اصلا منين اصلا من البروتينز اليوريا هي الاند بروتكت of protein بمعنى ان اليوريا تتناسب طردية مع البروتين لما البروتين بيزيد يبقى اليوريا بتزيد ولما البروتين يقل يبقى اليوريا بتقل وكذا تمام يعني خلاله في بقى الكل حتة ديت مهم او لان الشغل كلها يبقى عليها ماشي احنا في اليوريا هنقل ايه الابنورمالتز اللي موجودة في اليوريا ايه الخلل اللي هنشوفه في اليوريا اليوريا عندي حاجة من الاتنين يأم تكون زيادة اشوفها زيادة في اليورين تكون زيادة في اليورين او تكون قليلة تكون اقل من الكمية النورمال يبقى يأم تزيد يأم تقل امت اليوريا بتزيد في اليورين بتزيد في اليورين في اربع حالات اول حالة وهي الفيفر اللي هي ايه الحمى لما تكون انت عيان انت لما بتلاقي نفسك عيان درجة حرارتك بتزيد درجة حرارة جسمك بتزيد نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم ده هيت بتقدي لان فيه بعض التفاعلات اللي بتحصل في الجسم من ضمن التفاعلات اللي نزايدة هي ان البروتينات اللي جوه جسمك بيحصلها عملية تكسير وهو اي ناتج تكسير من البروتينز البروتين لما بتتكسر بيديني ايه بيديني يوريا فاليوريا بتزيد فانا بتطهر اتخلص منها بتخلص منها ايه في اليورين فبالتالي كده اليوريا زادت عندي في اليورين تمام يبقى ده اول سبب اللي هو الفيفر تبتني السبب الديابيتك بيشاند او الديابيت اسم ليتس اللي هو السكر قبل بس اما ناخدش في مرض السكر ماشي عايز اعرفكو حاجه في عندنا الهرمونات الموجودة في الجسم قد تكون بتقوم بشغل الانسولين بسمعه انسولين هرمون او قد تكون انتي انسولين اللي هي هرمونات بتقوم بعكس الدور الانسولين بيقوم بيه طب هو انا اقصد هنا في الدور ده ايه الانسولين بطبيعة ان هو بروتين بناء بروتين بيحب يبني بروتين بيحب يبني طب انا عندي ايه هي الخامة او الحاجة اللي انا بستخدمها في البناء البروتينات انا لما عوز ابني اي حاجة بستخدم ايه بروتينز فقوم مثلا هنا عندي ده الدم بقوم واخد بروتينات موجودة في الدم ماشي وام دخلها في اي حتة مسلا وعد ابني بيها وعد ايه؟ يعد ابني بيها يعني الانسولين من الاخر بيقل بروتين الانسولين بيقل بروتينات او بياخدها من الدم اشان يبني بيها بياخدها من الدم عشان يبني بيها طب لما البروتيني يقل اليورية ال لما البروتيني يقل اليورية ال تمام كده واضح من الآخر من الآخر الانسولين بيقلل اليورية الانسولين بيقلل اليورية تمام كده حلو الناس اللي عندهم سكر الانسولين ده هوت بيبقى عندهم قليل او مش موجود ما بيبقاش عندهم انسولين طب هو الانسولين اصلا كان وظيفته بيقلل اليوريا فبالتالي لما بقاش فيه انسولين فاليوريا زادت فاهمين؟ عايدة تاني عايدة تاني عشان نتلغبط دلوقتي الانسولين وظيفته انه بيقلل اليوريا دلوقتي لما فيش انسولين فاليوريا هتزيد طب مني الناس اللي ما عندهمش انسولين هم داعباتك باشن تمام كده واضحة الفكرة تمام قوي طيب ده بالنسبة لتاني سبب ثالث سبب مرض اسمه كاشينج سندروم انتو لسه ما خدوش اندوكراين ماشي بس من الاخر يعني الكاشينج سندروم ده بيبقى زيادة بيبقى في المريض ده بيبقى عنده زيادة في هرمون الكورتزول الكورتزول بدأ من ضمن الكورتيزول من ضمن الهرمونات التي هي أنتي انسولين من ضمن الهرمونات التي هي انتي انسولين انت adaptations你 skip build euchoran الانسولين كان يقلل اليوريا الانتي انسولين يزود اليوريا عن طريق الله تكسر البروتينات فبالتالي الانتي انسولين تزود اليوريا ماشي زي الرمون ايه زي الكورتيزول وزي الرمون ايه زي الرمون السيروكسين ماشي ده يظهر لنا كمان ماره المهم ان الكورتيزول ده بيبقى زيادة في الناس اللي عندهم كوشنج سندروم فبالتالي لما عندهم كورتيزول زيادة فاليوريا عندهم زيادة فهمتو كده؟ تمام طب رابع السبب وهو الناس اللي عندهم هايبر ثايروديزيس او هايبر ثايروديزيس اللي هو الناس اللي عندهم هرمون السيروكسين ده عالي نفس فكرة بالزبط الكورتيزول ده انتي انسولين هرمون فبالتالي هيزود اليوريا عالو كده جميل احنا قلنا احنا عندنا الاسباب اللي بتزود اليوريا في اليورين الفيفر والضيابيتس ميليتس ماشي والكاشنج سندروم والهايبر ثيرو ديزب ماشي تمام ده بالنسبة للاسباب اللي بتزود اليوريا في اليورين طيب ايه الاسباب بقى اللي بتقلل اليوريا في اليورين عندنا اول سبب اسمو البرجنانسي اللي هي الوحدة الحامل واللاكتيشن اللي هي الرضاع ليه اليوريا بتقل في البريجنانسي وفي اللاكتيشن في البريجنانسي واللاكتيشن الوحدة الحامل الوحدة الحامل ده يت بتحتاج تبني هي بتبني ايه بتبني ابنها ما عندها في كائن جواه中 Where juping gوّها بتعود تبنيه طب هي بتبنيه بايه بالبروتينات فبالتالي هي بتستهلك البروتينات اللي موجودة جواه جساها يعني دلوقتي هي عندها بروتينات موجودة جواه جواد جواه جسمها ماشي وعندها هنا حتة عيل ماشي جواه جسمها يشتهت البرونيات لها فبالتالي البروتينات الم 각زقة بداخل تصتم تصبح SAM ولما البروتين seized dgdgcdgdgla من البروتين ال فبالتالي يوري هتقل كذلك في اللكتشن. الاكتشن ده ده بيبقى ملك. اللبن ده بيبقى فيه بروتين. فلما تروح البروتين زي. يروح للملك. يعني يروح في صناعة اللبن. فبالتالي البروتين هيقل. فبالتالي اليوري هي كمان هتقل. تمام كده وضحط. ده بالنسبة لبريجنانسي واللاكتيشن ثالث حاجة في الليفر في الليفر في الليفر هو احنا اتفقنا اصلا ان اليوريا دهيت بتتصنع فين في الليفر من اول محاضرة عرفنا الليفر بتتصنع في الليفر فلما الليفر يكون بايز يبقى اكيد ما فيش تصنع لليوريا يبقى اكيد اليوريا قليلة فبالتالي ده السبب اللي خلى اليوريا تكون قليلة في اليوريا ماشي ده بالنسبة لليفر السبب اللي بعده الأكيوت رينال ريتنشن ده بقى سبب متعلق بالكليا بالكيدني دي الكليا ايه الكليا فيها كمية حلوة من اليوريا الكليا فيها يوريا بس فيه مثلا اي سبب عامل مثلا استيز اللي هو عامل القليا مش عارفة تخرج المكونات اللي فيها فية ريتنشن فية Renee يعني فيه سببت في المكونات اللي جوه الكيدني ماشي دоротت له اسمه repression ps الكيدني مش عارفة تخرج المكونات اللي فيها اللي جواها في فبالتالي كمية اليوريا لنزة في اليورين هتبقى ليلى ومش هتبقى اليوريا بس لا يبقى مكونات كتير جدا أولائية لان في ريتنشن كفية مش عارفة تخرج فبالتالي حصل من ضمن المكونات principio مش عارفة تنزل اليوريا فبقى فيه نقص في اليوريا بعد كده عندنا من الأسباب الثانية اللي بتقلل اليوريا في اليورين الاسيدوزس الاسيدوزس тон mismo ليه اليوريا قلت في اليورين في الاسيدوزيس حشان نفهم الحتة دا هيت لازم نعرف اصلا اليوريا بتتكون من ايه اليوريا هي عبارة عن او مسكة فيها انتش تو مسك هنا في انتو اتش المهم يعني من الاخر هو ده تركيب اليوريا اليوريا لما تيجي تتكسر لما تيجي تتكسر بتديني مركب كده مع ايه مع ايه مع امونيا مع ايه مع امونيا يعني اليوريا لما تيجي تتكسر بتتكسر لامونيا ايوة ماشي وبعدين قال لك الامونيا دهيت دهيت زي ما تقول كده مادة قلوية دي مادة قلوية بتعمل الكلانيزيشان بتعمل زي ايه بفر عارفين البفر البفر سيستم عارفين الاسد بيس بلانس المفروض في جسمينه المفروض في جسمينه بيبقى في اه توازن ما بين الاسدز ما بين الالكالاين ما بين الاحماض ما بين القواعد المسؤول عن حموضة الجسم بعض المواد و المسؤول عن قواعدية الجسم بعض المواد من ضمنها الان اتش سري فانا دلوقتي عندي في الجسم اسيدوزيس عندي اسيدوزيس يعني عندي الاسدز كتير فانا عايز عادلها عايز عادل الاسدز دهية اتخلص من حالة الاسيدوزيس اللي موجودة عندي فزود الالكالاين ازود المواد القاعدية من ضمن المواد دهية الان اش سري اه حلوه يعني انا عايز على زود الان الايتش سري طب انا هزوده ازاي عن طريقه الي ان اكسر اليوريا تمام كدةكلام واضح وجميل يبقى يلا يا شباب ان الامة اليوريا قلنا اليوريا يا اما تزيد في اليورين يا اما تقل لي في اليورين بتزيد امتى بتزيد في حالات الفيفر والدائبيت سميليتس والكاشنج سندروم والهايبر سيروديزم طب بتقل لي امتى في البرجنانسي واللاكتيشن وفي الليفر فاريور وفي الاكيوترين الريتنشن وفي الاسيدوزيس تمام كده ده كلام عظيم بقى ان sameе option وانسخ ignite الامة له ابنورما veel يعني ايه ابنورما vuel pendulum composition يعني ماي شيء امر عزي معي مكونات نورمل ان انا بلاقيها في اليورين بس بلاقيها بكميات مش مش في طبعيتها يعني ال prospective مثلا اليوريا اليوريا قريب أتكلم تعاليها انا بلاقيها في اليورين عادي بس بالقيها المرة دي بقى لات في كمية ابنورمل في ابنورمل ، مثلا في كمية كبيرة مثلا او كمية أقل و هكذا لكن سنبدأ أول شيء بالأمينو أسد ماهي العمينو أسد قال لك المفضل الأمينو أسد الأذanes بأمينو أسد في تركيزات غالي عمينو الأسدوري مثلا أمينو أسد نعم هذا يكونين في GBM علمانه طبيعي �로úsica هذا nei أون في الواحد الحامل او 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 الشخص اللي لسه يعني مولود ده بالنسبة الفيسيولوجيكال ده بالنسبة الباسيولوجيكال يئمة يكون يئمة يكون بسبب امينو أسيدز البلازما اوفرفلو امينو أسيدز ده في حالات ايه زي مثلا احصر مثلا اه ان الليفر بتاعي حصل فيه مرض ماشي هو ده كان اساسه ان هو بيعمل الى امينو أسيدز بيكسر الامينو أسيدز فبالتالي ابقى عيار فاكسر الامينو أسيدز فبالتالي الامينو أسيدز زادت في الدم وبزادت في البلازما فلما تزيد الدم وتزيد Scailo بتخلص منها عن طريق اليورين اب imagina في اليورين ماشي تاني سبب بسبب بعض الانزيما امينو أسيدز يerei انزيمز بعض الانزيمات التي تريد من اكوني ابت للصف一些 مولود من بعض الامينو أسيدز حصل فيها دفكتزي مشاهيوم أمين أسيد كما يكون دفقت في فنين منнуف ربما يزيد وباللطاغة تصور كتو نوريا كذلك الهيستيدين أو نحن دفقت في الوصف يزيد الإيساد وبالتالي الهستيدين سيزيد في اليورين عندي بعض الامينو أسيد اسمهم branched chain keto acids amino acids الذي يكسرهم ينزيم اسمه branched chain keto acid decarboxylase هذا ديكاربوكسيليز ده عنده دفكت فتلاقي الامينو أسيد دول زايده في اليورين فالداني ماد اسمه Mabel Syrup Urine Disease تمام كده تمام ده بالنسبة للباسولوجيكل اول حاجة لانكليز الامينو أسيد المبلازمة الثاني حاجة حاجات متعلقة بالكيدني اسمها renal amino aciduria هذا بسبب ان التوبولز بالكيدني حصلها ضد وعندما حصلها ضد يحصل مشاعر في عمل reabsorption مشاعر في عمل الامينو أسيد مثل السيستين ويحصل السيستينوريا وجد غليسين في اليورين والسيستين يترمي في اليورين وده يبقى سبب خلل في الانسان بعد ذلك تكلمنا الوقت عن الامينو أسيد هنتكلم دلوقتي عن اليوريا قلنا اليوريا بيبقى يعني اتفاقنا قلنا لما البروتين بيزيد اليوريا بيزيد وعندما تتخلص من اليوريا زيادة دي بتخلص منها في اليورين ماذا؟ العوامل اللي بتعمل اليوريا بتزودها في حالات بتبقى زيادة في حالات اليوريا يعني البروتين لما يتكسر نحنا عارفين نهاية الكتابوليزم بتاعه او تكسير البروتين نهايته اليوريا فلما البروتين بيتكسر بكمية كبيرة لما البروتين بيتكسر بكمية كبيرة فبيضيني اليوريا كثيرا لما تقسر من اليوريا كثيرة دي بتخلص منها في اليورين ماذا؟ ماذا؟ مثل عندنا الفيفر وزي pelديوبيتس مليتس وزي كاشنجل زندروم وزي الهايبر سيروديزم ودولتكلمنا عنهم بالتفصيل ماشي هذه بالنسبة للعوامل اللي بتتزود اليوريا ماذا العوامل اللي بتقلل اليوريا عندنا زيادة البروتين لأولئيزم يعني ايه؟ أن انا عايز أو أن انا باستخدام البروتين يستخدم من الطائق البناء يستخدم بن الطائق البنت أو تستخدم نزمن الطائق أستخدم يستخدم فعلى البرتين في خالة أخرى وكذلك في حالة الثانية في حالة الثانية لا أعرف أن أصلا أنتج بروتين سواء لا أعرف أنتج بروتين أو لا أكسر بروتين سواء الاثنين هم نفس النظام فأنا دلوقتي لدي لدي بروتين قليل وبالتالي لدي يوريا قليلة وفي حالة الثانية اللي هو الكلية في حصل فيها اللي هو ممكن يكون فيه يوريا أصلا كميتها طبيعية لكن هي مش عارفة تنزل فبالتالي يورين غير يوريا هيبقى فيه نقص في اليوريا أو في حالات الأسيدوزيس وده شرحناها بالتفصيل وقلنا لأن الأمونيا يزيد إنتاج الأمونيا وعرفنا لماذا يزيد إنتاج الأمونيا يبقى احنا كده يا شباب اتكلمنا على الابنورماليتي اللي بتحصل في النارمال كونتنت الف دايورين الخلل اللي بيحصل في المكونات العادية الطبيعية اللي موجودة في اليورين زي ايه زي الامينو أسس واليوريا دلوقتي بقى ناخد ابنورمال كونتنت اصلا موجودة في اليورين يعني حاجات المفروض ما تبقاش في اليورين ماشي زي ايه الحاجات اللي ما تبقاش في اليورين داي احنا قسمناها لقسمين اول قسم سميناه نان سيدمنت وتاني قسم سيدمنتس يعني ايه الكلام ده سيدمنتس يعني المواد المترسبة يعني الرواسب اللي موجودة في اليورين يعني المواد اللي مش دايبة في اليورين تمام؟ طب يعني ايه نان سيدمنتس يعني مواد دايبة في اليورين مواد غير مترسبة انا لو عندي هنا اليورين ماشي هلاقي ان في مواد هنا دايبة فيه انا مش شايفها فهي ديات النان سيدمنتس بينما في السيدمنتس لا هتبقى مواد مترسبة ماشي عاملة رواسب حلو كده ده كلام جميل حنبدا احنا بقى نتكلم في ايه هنتكلم عن النان سيدمنتس ماشي يعني ايه المواد المفروض ما تكونش في اليورين بس دايبة نان سيدمنتس تعال ما نشوف هي ايه المواد ده عندنا خمس مواد عندنا ايه خمس مواد هنتكلم عن واحدة وهنذكر اسماء الاربعة الثانين نبدأ الاول باسماء الاربعة الثانين الشوجرز السكريات بس خدوا بالكو السكريات بكميات كبيرة لان الطبيع اصلا ان انا بلاقي سكريات شجر في اليورين بس بكميات قليلة جدا وده انا قلته لكم في اول مخاضرة لكن لما لاقي شوجرز بكميات عالية لأ دي بس عايتها بدي حاجة عادي من المفروض ما تبقاش موجودة في اليورين ماشي لما لايه بكميات كبيرة طيب تاني حاجة الكيتون باديز تاني حاجة ثالث مكون البايل بيجمنت واخد معها البايل سالتس ما البايل بيجمنت وما البايل سالتس دي البايل بيجمنت والبايل سالتس دول بيبون موجودين في البايل او العصارة الصفروية اللي بيفرزها الكبد طبعا انتوا اخدين جهائي تيبة وفهمين الدنيا نحن ندينا هنا هذا الليبر الليبر бايل داقت 議õة الجولبلدر الامعاء الانتستن مفروض Guild digo és الليبر بيفرز البايل فيقوم يتخزن في الانتستن في الجولبلدر وبعد ذلك سيقوم مفروض عند في الامعاء جميل جدا جميل جدا يبقى هو مكانه مكانه الأساسي فين؟ تم قيد الانتستن مكانه الأساسي في الانتستن متروحش جبولي في اليورين بقى فمعنى ان انا اشوفه في الورين يبقى اعرف ان فيه مشكلة طب ايه الاسباب اللي بتخلي ايه الاسباب اللي بتخلي اشوف البيل سواء ان البيل بيجميت او البيل صالت عندي في الورين من ضمن الاسباب ده هي في حالات الاوبستركتيف هيباتيك ديزيز يعني البيل فيه اوبستركشن مش عارف يطلع العثرة الصفراوية مش عارف يطلع البيل الموجود ده فبالتالي يتراكم في الليفر وعندما يتراكم في الليفر يروح بالدم وأنا عند في الدم أية حاجة أتخلص منها بأم راما في اليورين عرفتوا بقى البال وصلت اليورين إزاي? دي في حالة في بايتكز إيزيز في حالة تانية في بايل داكت البيلₙ₆ Đcient high حصل فيها حصل فيها ايه حصل فيها هات الالم كده حصل فيها سد سدت ماشي فبحثتالي ايه اللي هي حصل بقه هيقوم البيل skipping آخر انزل دك ماشي ماشي هيرجع التاني هيرجع التاني للأكبر وهيرجع التاني الذي بهرجع ال血 Douglas ال血 Regent 경우 woods visi пог Oculus هتقوم الدخل في ال血 وهيرجع Senator وهيرجع来 الكبد التاني يقوم الدخل علي الكبد وبالتالي هاتروح للدم تاني ومن الدم هتروح بقى لليورين هتروح للكيدني بعدها تترمي في اليورين فهمنا بقى دلوقتي البايل وصلت ازاي لحد الكيدني ووصلت لحد ازاي اليورين تمام جدا طبعا عشان توصل لحاجة دهت لازم يبقى فيه خلل فمعنى ان انا اشوف الاربعة دول يبقى فيه خلل عندنا في الجسم تمام كده جميل يبقى احنا دلوقتي عندنا في النون سيدمينز لها الشوجرز كيتون باديز بايل بيجمنت وصالت بايل صالت ماشي طيب ايه بقى اللي هو المهم بقى اللي المفروض احنا نتكلم عنه دول احنا قلنا اللي هنذكرهم وخلاص ايه بقى اللي احنا نتكلم عنه والمهم البروتينز اللي انا اشوف بروتينز موجودة في اليورين هل ده شيء طبيعي لا طبعا شيء طبيعي اللي انا اشوف في اليورين مش شيء طبيعي اللي انا اشوف بروتينز في اليورين وحتى لو شفت وده في الطبيعي باشوف بكميات قليلة جدا 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 تيمكن أظهر حياتي بروتين في اليورين الت mister هل تسميته بروتي نور يا الخياري الموجود في اليورين اذا عملا جميع yep شباب البروتي موجود في اليورين اسمناها لإسمين يئمة السبب ده يكون سبب فيسيولوجيكل يئمة يكون سبب باسولوجيكل يئمة يكون سبب فيسيولوجيكل طبيعي يعني بيحصل عند الناس طبيعيين ما فيش أي مرض ولا أي خلل ولا أي حاجة يئمة يكون باسولوجيكل لا ده في مرض في عندي مرض أدى لأن أنا شفت بروتين في اليورين تمام تمام طب إيه اللي يخليني أشوف البروتين في اليورين في الطبيعي كسبب فيسيولوجي السببين أول سبب وهو واحد بيعمل تمارين تاني سبب اسمه وانعرف يعني بس قبل ما نعرف يعني إيه تعالوا كده ما نشوف طريقة عمل الكيدني الكيدني عبارة عن بلود فيسيولزة هو بيدخل اللي هو الأرتري بيقوم داخل جوة باومانز كابسول ويعمل فلتريشن وكذا 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 البلود يمشي لحد ما يوصل لحد فين الفينز ماشي لحد ما يوصل الفينز طيب جميل ركز معي كده إن الأرتري ماشي 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 لحد ما يديني إيه فين حلو كده جميل الكلام ده طب بقولك إيه إيه رأيك لو الضغط في الفين زاد لو الضغط في الفين زاد إيه ما سيحدف الضغط هنا يزيد ويزيد هيزيد 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 لحد ما يوصل هنا فبالتالي لما الضغط في الفين يزيد ساعتها الضغط هنا هيزيد الضغط في باومانز كابسول وفي الغلوميوري لا ام عرف zal فإنما يحصل عند الضغط يزيد إنتم زي ما حرفون في باومانز كابسول أنا مش هرسم بصراحة رسمي تفصيلي سأرسم أج shocked بسيطة يعني احنا عندنا هنا من برين ماشي راس من توضيحي كده طبعا مش دقيق وعندنا هنا ده الارتري ماشي حول بلات كابيري وعندنا هنا ده النفرون المفروض المواد بيحصل لها من الارتري وتدخل جوه النفرون ماشي نفرض مثلا المادة اللي هي الزرق ده هيت هل هي تقدر تعدي من الممبرين اه عادي شايف اه تقدر تعدي منها لان حجمها حجمها مناسب ان هي تعدي حجمها مناسب ان هي تعدي من الممبرين ده فتدخل جوه النفرون طيب هو ايه اصلا سبب ان البروتينات ما بتعديش الممبرين ده هي ايه سبب ان البروتينز مش بتعدي الممبرين لان البروتينز حجمها كبير البروتينات دايما عادة حجمها كبير فمش هتقدر تعدي الممبرين عشان كده ما بتنزلش في اليورين طيب ايه اللي يخلي اللي يخلي البروتينات ده هي تتعدى الممبرين ده لما يكون في هنا في الارتري ده هو فيه ضغط عالي طب هو ايه اللي هيحصل نتيجة الضغط العالي بص ركز معا كده يمسح دي كده خصل ضغط عالي فايه اللي هينتج عن كده هتلاقي ان الممبرين ده هو اتزق اتزق عمالي اتزق واتلاقي ان الفتحات بتاعته كبرت الفتحات وسعت فبالتالي اقدر اعدي البروتين ده هوت ويدخل جوه النفرون عرفتوا ازاي بقى ان ضغط الدم جوه الارتري مهم يعني بيأثر على دخول البروتينات جوه النفرون تمام كده واضحة الفكرة طيب حلو ماشي ايه بقى علاقة الاكسرسايز وايه علاقة الاورثوستاتيك او اللي هو الاورثوستاتيك ايه علاقة سببين دول بني البروتين موجود في اليورين اسمع بقى معاي هو ايه اصلا الاكسرسايز اكسرسايز يعني انت بتمارس رياضة يعني انت بتعمل مجهود يعني انت بتعمل انقباض العضلات نتيجة انقباض العضلات ده هي فانت بتضيق ال Blood Vizels انت بتضيق ال Arthrys انت بتضيق الخصوصا الفينز خصوصا الفينز هي اللي بتضيق اشان كده انا بدأت الموضوع بالفينز اشان كده انا بدأت الموضوع بالفينز واتكلمت عن الفينز ماشي الدهات لما بيعلى في الفينز فبالتالي الدهات بيعلى في ال Arthry تمام كده حلو ماشي مش فاهم برضو يعني عند الوقت ده Arthry جميل وعندي ده عضلة ده عضلة عادية العضلة ده هي منبسطة ما حصل لاش contraction وانت بقى بيتمارس رياضة العضلة ده تحصل لها contraction فتقوم زقق اي فتقوم زقق على Blood Vizels تقوم زقق على الفينز مثلا او على Arthry فبالتالي بتعل الضغط ونتيجة لما الضغط يعلى زي ما قلت لكم اللي هيحصل بقى هيقوم البروتينيات معدية الفتحات في المبريم هتكبر فالبروتينيات تقدر تعدي من خلال اللي هو الارتري تدخل جوه النفرن تمام كده تمام ده ده بالنسبة لتحالة الاكسرسايز طب ايه يعني ايه Orthostatic هي اسم الحالة اللي موجود بها الجسم يعني ايه مش فاهم مثلا Orthostatic يعني Erect Erect Bostature يعني الوضع وانت واقف Erect يعني وانت واقف عكسها Lying Down لو انت رائد Erect يعني وانت واقف عكسها Lying Down لو انت رائد ليه وانا واقف ليه وانا واقف لو في الارثوستاتيك البروتين بينزل في اليورين لان وانت واقف بيحصل انقباض برضو العضلات نتيجة انقباض العضلات اللي بيحصل ضغط الدم بيزيد ونتيجة ارتفاع ضغط الدم فبالتالي الفتحات اللي في الممبرين بتوسع فبالتالي البروتين بيقدر يدخل جوه النفرنز تمام كده بيقدر يدخل جوه التبيولز حلو كده بيحصل له Filtration عكسها بقى وانت رائد وانت رائد العضلات بتبقى مرتخية كده ومنبسطة فما يبقاش فيه ضغط واقع على القويات الدموية فبالتالي الضغط ما بيبقاش عالي فبالتالي الممبرين سليم زي ما هو فبالتالي البروتينات مش هتقدر تعدي من الممبرين ما تقدرش تنزل في اليورين وضحت كده وضح يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه الاسباب الفيسيولوجيكال اللي ممكن البروتينز تظهر فيها في اليورين ياما اكسرسايز ياما ارثوستاتيك اللي في الايركتبوزتشار هنخش بقى دلوقتي على البروتينز تظهر في البروتينز الاسباب اللي هي المرضية اللي بتأدي لوجود البروتين في اليورين عندنا اسمناهم لثلاث اقسام ياما تكون بري رينل ياما تكون رينل ياما تكون بوست رينل يعني ايه بريني رينل ويعني ايه رينل ويعني ايه بوست رينل وotto أي سبب بصولوجيكل بتبكى الكدني هي للسبب فيه بقول عليه Renal طب أي سبب قبل الـ قبل الكدني يعني إيه اللي هو يعني فوق الكدني اللي هوى بيشمل هنا ده الجهزي ده بريريري الفجزي ده بوسترين ده برينرينال ده رينال ده بوسترينال فأي سبب مرضي بيبقى متعلق بالجزء ده بقول عليه بريرينا الكوز وأي سبب بيبقى في الجزء ده هو بقول عليه بوسترين الكوز طيب هو الجزء ده بيشمل إيه؟ بيشمل القلب فإيه الأسباب اللي هي بتأدي لوجود البروتين المتعلقة بالقلب يعني نتيجة فيه نتيجة فيه خلل في القلب الخلل في القلب ده هو تأدى لأن البروتين ظهر في اليورين إيه بقى الخلل اللي حصل في القلب ده هو نتيجة ان حصل يعني ضعف عدة القلب القلب لما بقاش يعرف يضخ دم كويس القلب لما بقاش يعرف يضخ دم كويس بصوا 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 في الاول خالص هو الدم بيجي القلب عن طريق الفينز عن طريق الاوريدة ده هي بتجيب الدم توديه في القلب المفروض القلب يضخ الدم ده هو الارتريز حلو كده جميل دلوقتي القلب الهارت مش عارف يضخ الدم ده مش عارف عنده ضعف فبالتالي الدم ده يتراكم لما الدم ده يتراكم الضغط اللي موجود في الفينز ده هيزيد الضغط اللي موجود في الفينز ده هيزيد فيقوم الضغط ده زايد 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 شايفين شايفين؟ هو يزيد لحد ما يوصل للفينز اللي موجودة جوه الكيدني فاكرين لما قلتلكوا ان الضغط جوه الفينز في الكيدني بيعل الضغط جوه الارتريز اللي موجودة في الكيدني فبالتالي بطاقة نفس الميكانيزم بزط نفس الطريقة لما الضغط بزيد في فينز فده بيقدي الضغط يقل في فبيقدي أن بورز أو الفتحات الموجودة بتوسع فبالتالي البروتيني يعدي نفس الميكانيزم بتاعيس ونفس الميكانيزم بتاع الأيرثوستاتك هو نفس الميكانيزم اللي هو بتاع الهارت فيلس تاني سبب بقى ده سبب متعلق بالريناد يعني في مشكلة في كيدني ايه المشكلة اللي موجودة في كيدني قد تكون جولوميرو نفريتس او تكون نفريتوك نفريتوك سندروم ماشي ودول اعتقد انتو هتاخدوهم في الباص يعني بكل تفصيل طيب ايه اللي بيحصل في المرضين ده بيحصل يعني ايه الكلام ده الممبرين اللي هو بيحصل فيه الممبرين ده هو بيحصل فيه النفاذية بتاعته بتزيد من الاخر يعني بيسمح بمرور مواد كتير جدا ماشي المواد المفروض ما تبقاش تعد من ضمن المواد ده هي البروتينات ماشي تمام ده بالنسبة للريناد طيب بالنسبة للبوس رينال يعني اللي هي الاسباب المتعلقة بالجزء ده قالك السبب وهو الانفلاميشن حصل عندي انفلاميشن ولنفترض مسلا نفترض ان حصل عندي انفلاميشن هنا في المسانة ماشي حصل عندي انفلاميشن هنا نتيجة الانفلاميشن ده هو الجسم بقى هيقعد ايه بعد اه مواد بقى ومركبات المركبات والمواد دهات والسلز والحاجات دي كلها متكاون من بروتينز يعني من الاخر هتلاقي هنا بروتينات كتير هتلاقي بروتينات متجمعة في الحتة ده هيت واليورين نازل ممكن ياخد له شوية من البروتينات دهيت وتنزل معاه في اليورين ماشي دهت نتيجة الانفلاميشن فنراجع كده مع بعض الاسباب اللي بتأدي لبروتينوريا يما تكون فيسيولوجيكل يما تكون باسيولوجيكل فيسيولوجيكل دهيات زي الاكسرسايز والرثوستاتيك باسيولوجيكل يما تكون بري رينال زي الهارت فيلير زي يما تكون رينال زي اجلوميور والنفريتس او نفريتك سندروم يما تكون بوس رينال زي الانفلاميشن او ديورينات راكت هلو كده تمام طب انت كده قلت لي الاسباب بتاعة وجود البروتين في اليورين تب ديني كده اذكر لي امثلة زي ايه البروتينات اللي بتبقى موجودة في اليورين زي ايه البروتينات اللي هي بتبقى موجودة في اليورين زي اذكر لي هنا في الكتاب في ال في ال داتا بروتينين اول واحد وهو الالبيومن تاني واحد بروتين اسمه بينس جونس بروتين الالبيومن والبينس جونس بروتين اش معنى دول اللي ذكرهم يعني شمعنا دول اللي الدكتورة حطيتهم اصلا قال لك اللي دول انديكيشن لحاجة معينة بمعنى انا لما شوف الالبيومن ده زاد عندي في اليورين اعرف ان في مرض معين ممكن يحصل كذلك لما شوف البيينس جونس دوت في اليورين اعرف ان في مرض معين هيحصل هنعرف ايه دلوقتي الالبيومن ماشي وهنعرف ايه هو بيدودل على مرض ايه وهكذا اول حاجة نبدأ بالالبيومن الالبيومن وجود الالبيومن في اليورين بقول عليه مايكرو البيومن مينوريا يعني وجود البيومن في اليورين مايكرو يعني وجود البيومن بكمية صغيرة لان فيه مايكرو وده وجود البيومن بكمية كبيره ماشي تمام طيب انا امتى يعشوف Danibiumin ده ما وجود في ANIBiumin قالك ده في الديابيتك patients الناس اللي عندهم سكر المكانيزمي بالزبط مش عاليك يعنك تعرف ليه الذي أينزل في اليورين عند الناس الديابيتك دول مش مهمة تعرف ليه بس المهمة تعرف المهمة تعرف ان من الالبيومين ده في الناس اللي عندهم سكر لو عدى لو وصل لو وصل مثلا لخمسين ميلي جرام بر اربعة عشرين ساعة يعني في اليوم من الاخر يعني لو في واحد لو في واحد عنده سكر ونزل في الريونين بتاعه بس مش خمسين بقى ازيد ازيد من خمسين ميلي جرام في اليوم من الالبيومين فسعيتها ده ممكن يحصل له نيفروباسي فعشان كده انا بعوز دايما نقيس نسبة الالبيومين اللي موجودة في اليورين في الناس اللي هم الديابيتك الناس اللي هم عندهم السكر لان النسبة داية لو زادت عن خمسين ميلي جرام فسعيتها داية او ريسك فاكتور اللي هو ممكن يقدي لإيه نيفروباسي ماشي فبالتالي انا بلحق بقى بنظام له السكر وهكذا بزبط معي عن السكر عشان اتجنب المشكلة الكبيرة اللي ممكن تحصل داية دا بالنسبة ايه لالبيومين او بالنسبة ايه لمايكروالبيومينوريا تالي بروتين بقى هو اسمه البينز جونس بروتين عشان نفهم ايه حوار البينز جونس بروتين دا تعالوا ما نشوفه وجهة من اين اصلا زي ما احنا عارفين في خلايا اسمها بلينفو سايت بلينفو سايتس عارفيني خلايا البقية فيчик تي لينفو سايتس احنا الوقت نتكلم عالبي البيلينفو سايتس بيتحول لخلايا اسمها بلازما سيلز البلازما سيلز دا هي بتنتجلي الانتي باطلز الانتي باطلز دا هي من ضمن تكوينها بتتكون من ايه ؟ بتتكون من بروتين اسمه been's jones بروتين بقولي على طول ان الانتي بادي بيتكون من بنز جونس بروتين ما اقول لك اوزبر اوزبر بس عليك في عندنا تيومر في عندنا ايه تيومر اسمه ايه ماليجنانت بلازمة سيل ماليجنانت بلازمة سيل او بقولي عليه برضو مالتبول ميلومة مالو التيومر ده من اسمه اسمه ماليجنانت بلازمة سيل يعني البلازمة سيل ده هيت هتزيد البلازمة سيل ده هتزيد فبالتالي الانتي بادي سدي هتزيد فبالتالي البنز جونس بروتين ده هيزيد فبالتالي النسبة ان هو يترمي في اليورين هتكتر فهمين حاجة يعني من الاخر لما اقول لك البنز جونس بروتين ده هو تزاد في اليورين لما اقول لك ان البنز جونس بروتين ده هو تزاد في اليورين هذا تعلامة يقول لنا ممكن يكون عندي ملجنة بلازما سيلز أو عندي ميلومة تفهمتوا كده؟ هذا كلام جميل في حتة تانية بقى بيقول لك برضو ان عشان تعرف برضو ان تتأكد ان ده البينس جونس بروتين ده هوت بيقول لك ان البينس جونس بروتين ده بيحصل له برتسبيتيشن او ان هو بيترصب عند درجة حرارة كام 60 درجة بيحصل له ايه؟ من هو بيترصب في درجة حرارة 60 وقال لك لما انت ترفع درجة الحرارة لمية ماشي لما ترفع درجة الحرارة مية لا ده بيدوب كذلك لما انت بتقلل درجة الحرارة بيرجع يترصب تاني بيحصل له برتسبيتيشن تاني لما بتزاوي درجة الحرارة لا ده بيدوب وهكذا دي من خاصية من خاصة البينس جونس بروتين ده وكده يا شباب احنا نكون خلصنا النون سيدمنس اللي موجودة في اليورين حاجات المفروض ما شوفهاش في اليورين بس هي نون سيدمنس الوقت بقى انا اخد السيدمنس او الرواسب الديبوزيتس اللي موجودة في اليورين او بمعنى صح المفروض ده انا ما شوفهاش في اليورين بس هي موجودة بس هي بتبقى موجودة في صورة رواسب بتترصب عشان كده سميتها سيدمنس ده هي تبقى السم هالنوعين يما تكون ارجانيك يما تكون ان ارجانيك اما تكون عضوية اما تكون غير عضوية ارجانيك عندي منهم ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الان ارجانيك عندي منهم خمسة اثنين ثلاثة ربا خمسة هنقول اسمهم هنا وهنشرحهم في ال data لان بصراحة هم ما اغلبهم داش فمش عارف اشرحهم هنا فمالفروض ده ادورنه لكم صور وهكذا فنشرحهم في ال data احسن بس هنقول اسمهم هنا عشان نجمعهم مع بعض بالنسبة للورجانيك عندنا ممكن الاقي في اليورين epithelial cells او ممكن الاقي red blood cells او ممكن الاقي bus cells او ممكن الاقي sperms او ممكن الاقي bacteria كل دي مواد عضوية او ممكن الاقي حاجة اسمها costs وهنعرف معناه وقال لك ان الكاس ديت بتتاسم لنعين ياما تكون hyaline او ياما تكون granular ده بالنسبة ايه ال organic sediments طب بالنسبة ال organic sediments عندنا ياما نشوف فوسفيت موجود في اليورين ياما نشوف كالسيوم كاربونات ياما نشوف كالسيوم اوكزالات ياما نشوف يوريك اسد او اور يوريت ياما نشوف السيستين نجمعهم كده بس مع بعض هنا ماش نجمع اسميهم وانا اخدهم بالضبط في الداتا عندنا ياما تكون او بالنسبة ال او بكتيريا او كاست او بالنسبة ال اياما فوسفيت كالسيوم كاربونات كالسيوم او يوريك اسد والسيستين جميل بعد كده اتكلمنا عن ابنورمال يعني مواد اصلا مش طبيعي ان هي تكون موجودة في الجسم او موجودة في اليورين ماشي ايه المواد ده هي اما تكون بروتينز وساعتها في الحالة دي بسميها بروتونيريا او في الحالة دي بسميها جلايكوزوريا اللي وجهة من الجلايكوز يعني او كيتون باديز او بايل بيجمينت او بايل سالت وده هي تقولنا بايل بيجمينت والبايل سالت بايل بيميينت في كيس ايه في الوبستركتيف هباتك ديزز ماشي حالات اللي هي فيه فيها في الالويداكشن في الاه في الليبر وكذلك في الديزيز قوزينج ابستركشن او بيل داكت وهو في حصل ابستركشن في حصل انسيدات في البيل داكت وعرفنا الميكانيزم وعرفنا ازاي والطريقة بالضبط في الارسم الاتوضيح هذا بالنسبة للأبنورمال المكونات اللي هي بتاعت اليورين بعد كده اخذنا البروتين كاساسي وقعدنا نتكلم عنه وقالنا البروتين في اليورين يقول عليه بروتونورية يعني بشوف كمية محترمة كمية من البروتينات موجودة في اليورين واهم بروتين منهم هو الالبيومين هذا بلاقيه في اليورين ماشي والبروتونورية هي ايما تكون طبيعية ايما تكون باسيولوجيكال بالنسبة للفيسيولوجيكال يعني هي مش لسعب مرضي مفيش اي مرضي مفيش اي سعب مرضي بلقيه في الكدني للاقي كدني سريمة كل حاجة بس ده قال لك ايه انترميتنت يعني ده مؤقت لما زي ما قلتلكو لما الفينز الفينز البريشر بتاعها بيزيد بيحصل له انكريز وعرفنا لما بيحصل له انكريز بيحصل ايه؟ بيحصل البور بتكبر وهكذا وبتعدل البورتينز وده بيحصل فين؟ نتيجة الماكسور اكسرسايز نتيجة انت بتمارس رياضة او الاسممشن او ايريكت بوستيشر ايريكت بوستيشر دوت اللي هو ايريكت بوستيشر اللي هو وانت واقف وبيختفي وانت رائد ماشي؟ عشان كده بيقولك هو يعني يعني ايه مورنج سامبل ده؟ يعني انت لسه صاحي يعني انت كنت نايم وانت نايم انت بتبقى وانت نايم بتبقى فبالتالي البورتين مبيحصلش بريتونوريا بيبقى لكن بيبقى موجود في الدي سامبل اللي هو وقت النهار يعني وانت بتتحرج وبتقوم ونشيط وبتعمل مثلا اكسرسايز او بتعمل مثلا وانت بتكون واقف في الاركتبوستيشر فعشان كده بيحصل بريتونوريا تمام كده؟ تمام بعد كده اتكلمنا عن البروتونوريا وعرفنا ان هو اما يكون بريلينل او رينل او بوس رينل وانا بريلينل ده في حالات بسبب طب بنسبة للرينل ده هو بيبقى بيبقى حصل مثلا زي ده مرضين او نفريتكسيندروم مرضين في الريل في الكيدني بيعملوا المرضين دول بيعملوا او رينال جورميولاي ماشي؟ يعني اللي هي مسؤولة عن بريمابلتي بتاعتها ان فازية بتاعتها بتزيد فبتدخل بريتينات عادي بتعدي بريتينات بعد كده اتكلمنا عن قولنا البوسترينل وده اتكلمنا زي ايه؟ زي الانفلاميشن حصل الانفلاميشن في الريل ماشي؟ تمام كده ده بالنسبة للبسولوجيكال وقلنا بقى البروتينات اللي بتزيد زي مثلا البيومين بيعمل حاجة اسمعة مايكرو البيونوريا مايكرو البيونوريا مايكرو عشان كده قلنا مايكرو مايكرو يعني مايكرو يعني مايكرو ماكرو ماشي؟ يعني ده توضيح يعني الاسم بعد كده قلنا مايكرو البيونوريا تمام يعني الناس اللي هم عندهم السكر مهم جدا مهم جدا ان هم يقيسوا مايكرو البيومين ده ماشي؟ لانه هو لانه هو لانه هو ممكن البيومين ده هو يعني ده ريسك فكتور بيقولك ده حاجة بتنبيهك بيقولك انا لما بزيد البيومين ده لما بيزيد عن حد معين ده هو ده حاجة بيقولك ان انت ممكن يحصل لك نيفروباسي ممكن يحصل لك ايه؟ نيفروباسي ماشي؟ فهو يعني لو زاد عن خمسين ميلي جرام في اليوم فده هو ممكن يقولك انت ممكن تخش في ديابيتك نيفروباسي حلو كده؟ تمام؟ اهو يعني انت عشان كده لو انت لاحظته بدري ماشي؟ بتعمل يعني بتزبط السكر بتاعك يعني عشان من الاخر يعني انت لما تكتشف بدري وتعرف ان انت هيبقى عندك ريسك للي انت يبقى عندك نيفروباسي فانت بتزبط الدنيا بتزبط السكر بتاعك وبتعمل بتاخد الدواء بتاعك وهكذا تمام؟ بعد كده كلمنا على البنس جونس بروتينوريا وعرفنا ايه هو البنس جونس بروتين وهي سببه وهكذا وهو لورم اسمه اللي هو اللي هو البنس جونس بروتينوريا بروتينوريا ليس لان انت تعرفوا يعني ما هو كمبوزد أوف لايتشين قولي حاجة كده بصمكها كما هي كده وخلاص هذا يعني تدادة تركيب البنس جونس بروتينوريا ولكن بيحصلوا يعني بيترس في درجة حرارة 60 وبيحصلوا يعني بيدوب في درجة حرارة 100 وممكن يحصلوا يعني انت بيحصلوا اعادة ترسيب ثاني لما انت تهدي درجة الحرارة ايه 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 فتهدي درجة الحرارة 60 مثلا فيحصلوا تماما بعد كده انا اخذ بقى اللي هي الرواسب الموجودة في زي يعني في النورمال اصلا انت ببقاش عندك لكن عشان شوف درجة الحرارة يعني من اخرا انت عشان شوف درجة الحرارة وشوف رواصب درجة حاجة لازم امتعامل عملية درجة الحرارة ده هوت اللي هو الجهازة التارد المركز فبعد كده تشوف بقى رواسب درجة تحت الماكروسكوب احنا اسمنا الرواسب درجة الحرارة لاتكون organic فهوıyoruz ماذا؟ نحن ال собствен واصبرناpo forge وهنام aqutilt ماذا هي命 نتدافنا أننا ابسيلال سيلز مثل اسم ابسيلال سيلز ابسيلال سيلز يعني خلايا طلاقية وهي أن يطلع ابسيلال سيلز أثناء حتى جميع ذاته ناثق البأس كم لا يؤدي له ك esper Speο أيضا في الرعانة نناثق البأس يعني انت بتلاقي فإن كمية بسيطة بمعنى أن في الطبيعي ، اللي بيخلي اللي بسيلياس د fasciner في الورين الطبيعة اللي يبيني الخليها وهو نازل وهو نازل كده سائل وهو نازل ممكن يكحت في الطبعة دهيئة دهيئة بقى بي نازل كمية بسيطة لكن قالك لو فيه انفلاميشن فبيأكل مثلا حتة دي كلها فبينازل كمية كبيرة بينازل كمية كبيرة معنى تمام تمام بالنسبة لبسيليا سيلز ثاني حاجة الريد سيلز هي الدم الطبيعة أصلا كريات الدم الحمراء دهيئة ما بتنزلش في اليورين ففي حالة لما تنزل في اليورين بقول عليها هيماتو يوريا هيم جام الدم يوريا اللي هو اليورين يعني بعد كده ممكن ألاقي البسيلز البسيلز ذات البسيلز ذات قالك كان ممكن ألاقيها عادي دهيئة في الطبيعة لكن ان انا شوفها اكسيز يعني ان انا شوفها بكمية كبيرة لا ده ساعتها في انفكشن ان انا شوف البس البس ده اصلا موجود غير في الانفكشن فمعنى ان انا اشوف بس بكمية كبيرة في اليورين ده لا ده ساعتها في انفكشن في الجسم تمام كده تمام مرابع حاجة بقى ان انا ممكن نلاقيها كاورجانيك سيدمنت هي السبيرمز السبيرمز الحالات الموائية وهذا موجود في الزكور يورين افطار ايجاكلواشن يعني بعد ان ايجاكلواشن ممكن مثلا بعدها لما بتيجي مثلا اليورين انزل بيبقى فيه بعض السبيرمز الموجودة يعني مخرجواش بيفضرهم متعلقين فبيبقوا موجودين جوه اليورين خمس حاجة ممكن الاقيها وهي البكتيريا وقالك في النورمال في الطبيعي انك بتلاقي شوية بكتيريا بكتيريا البكتيريا لان الجائتي بيبقى فيه بعض البكتيريا فممكن اليورين وهو نازل بياخد شوية بكتيريا معاه ماشي فاهده نورمان لانا انا الاقي بعض البكتيريا لكن الفكرة انه بيبقى في ايه في الان程 الانفكشن مثلا فيه بكتيريا دخلت فعملت الانفكشن فساعتها اليورين وهو نازل فيياخد البكتيريا دي معاه وساعتها بقى البكتيريا دي بتزيد في الانفكشن ستاس حاجة بلايه حاجة اسمها الكص يعني ايه كستس كست دات يعني حاجة استوانية وهنا اجبتلكو هذه الكست ماشي استوانية او بس شكلها مدى على شكل سطواني كسس هل تفهم؟ هذا الكسس وأذكر لك هنا النوعين هل تكون هايلاين كسس أو جرانيولر كسس هايلاين أو جرانيولر هايلاين دائما عندما أقولك هايلاين يعني حاجة مائلة للشفافة كما ترى هناك تشعروا أنها شفافة أصلاً لكن جرانيولر يعني فيها فهم فيها جرانيولز هذي جرانيولز هل تقولنا ما الكسس أصلاً؟ الكسس هايلاين كسس يعني الشكل العامل زي سطوانة سطوانة شكل عامل زي سطوانة مطاول كده ماشي بيبقى الاند بتاعته هي مش بيينة هنا أنها راوندد أكتر يعني لها كذا صورة فيها صورة تانية كثير بتبقى تبقى أكتر أنها الاندس بتاعتها بتبقى راوند المهم أن هايلاين كسس دائماً هايلاين كسس و جرانيول كسس هايلاين كسس دائماً سيكون بروتينوريا يعني قصوا في حالات البروتينوريا حالات البروتينوريا اللي هو البروتين ينزل في الورين قال لك أن البروتينات تتجمع جنب بعض تتعاملها بروتين جنب بعض لحد ما تكون لها الكسس لحد ما تكون لها الصوانة هايلا ماشي. في حالات بروتونوريا. طيب بالنسبة wiry dass ках. هي ان تكون مكونة من ايه? من بسيلة و بسيلز و ريت بلاد سيلز. ماشي. بيعود يتقنع مع بعض فبيتكونون في الاخر كده الشكل الجرانيول داية عبارة عن ايه. بسيلة سيلز وبسيلز و ريت سيلز. يعني ده. ماشي. بيعود يتقنع مع بعض يتكون الجرانيول داية. اه قول بسيلة اليوكوسايت اندريد. اه ريت سيلز هذه حقيقة سيدورينا س préparم than national unorganized urinary sediments add what coração that unorganized urinary sedmons What You did The اول حاجة نتكلم عن فوسفيد هناخذ قبل اثنين ستكون الهارات يعني الاورين هو نازل يما يكون الحا 55 يما يكون Down الهارات ليس موضوعنا المهم انه الم zost22 بس أنا عايز أقول لك اول اثنين سناخدهم هه عباره عن الحاول ثالث واحد هناخده الكلين واسيدك. اخر اتنين هناخدهم هيبه واسيدك. يبقى اول اتنين الكلين. تالت واحد. الكلين واسيدك. اخر اتنين. اه اسيدك. تمام كده? تمام. نقول بسم الله. اول واحدة نبدأ به هو الفوسفيت. الفوسفيت سيدمند. قال لك ان الفوسفيت ده هو تيجوليه اكبير ان الكلين يورين زي ما احنا عارفين. اندسولفد اه دسولف باي اسيدكيشن. يعني انت لما بتعمل او تحطه في اسيدكيورين لا ده بيدوب بقى ما بيزي جميعا دعني كانت أنا! لأني أخبرتك أن هذا الجذب تكاوم من آمونيا بأن يتكون من آمونيا وهذه يتكون من آمونيا أي انه يحتاجا ل آمونيا وذلك حالات عندما اليوريا الموجوده في اليورين ويتحاول لآمونيا وحالات تتبعي إلى آمونيا أمثل بالجذ بأن اليوريا موجوده When اليوريا تتحاول إلى آمونيا هذا هو عملية فرمنتشن فرمنتشن اليوريا تمام و عملية فرمنتشن بتاعت الامونيا ده هي تي امها بتكون بتحصل داخل جسم الانسان زي ايه زي الانفكشن حصل فيه انفكشن مثلا فيه بكتريا داخلت جوه اليوريناتراجت فعملتلي حولتلي اليوريا الامونيا فبالتالي قدت لزهور ماشي تريبل فوسفيت كريسترين او تكون يعني مثلا بعد اما انت تاخد العينة عينة اليورين بتيجي بكتريا بتقوم بكتريا محطوطة على العينة ماشي في بكتريا محطوطة على العينة فبالتالي بتعمل بتحول يوريا الامونيا فبالتالي بتقدل ظهور ماشي اهي ده يتقوم بكتريا ال ماشي اللي هو يعني انت بعد ده ما تحطه انت في العالبة ماشي ده زي بعد كده قدلك هو بيبانى زي اصلا احوال انه هو وحاجات دي مهمة بقى انتورووا يعني شكل غطاء التابوت كما ترى هذا شكل غطاء التابوت يكون واخد شكل غطاء التابوت وقال لك يعني بيقول لك يعني الفوسفات لما بيرتبط مع الكالسيوم والماغنيسيوم دول ما بيبقاش يعني بكسرة يعني بيبقى لكن هو المور كومن بيبقى مع الامونيوم والماغنيسيوم التلاتة مع بعض دول ما بيرتبط مع الكالسيوم قال لك طيب لما بيرتبط مع الفوسفات بيعمل الكرستالات اللاب بتبقى شكلها عامل زي الروزت اللي هو شكل الروزت فورم اللي هو شكل الوردة شوف ده الفوسفات مع كالسيوم يديني شكل الروزت ستيلر فوسفات تمام كده؟ تمام ده بالنسبة لأول واحد وهو الفوسفات خش على تاني واحد وهو الكالسيوم خد تعالى وهو الكالسيوم كربونات قال لك ده هو تعالى كريستالين كالسيوم ما هي منيش الكلام ده كله من الكالسيوم كاربونات بيبقى موجود في الالكاليين يبقى موجود في الالكاليين بيترصة في الالكاليين وبيدسولف فين؟ بالأسدفكيشن بيدسولف أسدفكيشن يعني يعني من الآخرة مش عايزك تتلع من الموضوع هذا آخر انه هو بيبقى موجود في الألقلين يورين ولما تحطه في أسدفكيشن او بتحبب تعمله أسدفكيشن فهو بيطير بيختفل ماشي ودهت بيبقى موجود لكن موجود رير يعني نادر لما بلاقيه في المن كالسيوم كربونات ده هو بعد كده هنخش عن الكالسيوم أكزاليت فاكرين إن ما قدتلكوا في الأول أو الأتنين هنخدوهم هم ألقلين بعد كده تالت واحد هنلاقي إيه بيموا في الأسدك وبيموا في الألقلين يورين هنرأي موجود بيتكون في الأسدك والألقلين يورين اهو شاكلين اهو ده هو ده شكلهم عامل زي الظرف اهو اهو ده تحت الميكروسكوب بشكل عامل زي الظرف او دمبل شيب ده ده ما بيبقاش كومن بصراحة فعشان كده ما ليتوش صورة هو المست كومن هو الانفولوب شيب ماشي تمام وذي ار ان دوت بقى بيقول لك اي بقى ذي ار انسلوبون ان اسيتك اسد يعني لما بيحط ببتحط عليهم الاسيتك اسد ما بيبقوش دايبين لكن بيدوبوا في الهايدرو كلوريك اسد بيبقوش دايبين في الاسيتك اسد لكن بيدوبوا بيحصل لهم بيبقوا يعني دايبين في الهايدرو كلوريك اسد لما كده تمام بعد كده انا نخش عن الابع واحد وهو اليوريك اسد اند يوريت يوريك اسد كريستال اند يوريت كريستال ما لهم بقى فاكرين لما لكم اخر اتنين هنخدهم هى دول هاي بقوا في الاسد هيوا دول بيبقوا في الاسدك او في الاسد كونسنتراتي تورين تمام تمام ودول بيباشكولهم ازاي رومبويد بريزملاء برمبويد دات يعني معين بيباشكلهم معين اهوا بصوا او ده دي دي اليوريك اسيد هاي يوريك اسيد كليسر بشكل عامل زي الرومبويد اللي معين تبع معينة الشكل مهم كده هاي قال لك بقى نيوريت اوف سوديوم وتاسيوم كالسيوم عند ماجنيسيوم يوجوالي ابزورب سام يعني من الاخر بيقول لك النيوريت اللي هي اليوريت كريسل دهيت لما بتكون مرتبطة مع السوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم او الماغنيسيوم دهيت بيمتصوا بعض الصباغات اللي موجودة في اليونيت فبالتالي الوانهم بتتغير ما بين اليلو او البينك ما بين اليون الاصفر للليون الوردي لكده بقول عليها يورو دهيت اللي هي تعريبا اصفر يوريك اسيد دهيت اللي هي الاحمر ماشي ماشي تمام بس انت مش محتاج تعرف غير ان هي اما تكون يوريك اسيد او بريك ريد ماشي قال لك بقى بعد كده يعني هو بينمو في او بيتكون في الاسيديك ميديم في الاسيديك ميديم طيب لما عوز اعمله اعمل له اه لما عمل له يعني بيتسول في الالكالاين ميديم فهو بعمله ان الكاليز بسخنه بحطه في وسط قاعدة بعد كده عندنا كمان اه نتفعين اليوريت دهوت بيبقى مرتبط مع حاجات مرة بيبقى مرتبط مع السوديم مرة البوتاسيوم مع الكالسيومoso هناخد مرة هيبقى مرتبط مع الامونيوم لدييات الامونيوم وهي تغلص بريق كبرا دهيت قالك بتبقى تفسير مواه sticky ايه سير ا طبع ايه سير ايه سير سير ا ابل اناسف سير ابل اكبر هاي السير ابل تفسير ميدي ش preserve نعمل. هو هو دهوت الامونيوم اهو شايفين عنده اشواك كده. حسك انها هي نفس الشتفاة ده. هو ده. ماشي? طبيعي جدا لشان اسمه امونيوم يعني هو بيتكون من زاية امونية. فهو بيزهر في الوسط اللي هو بيبقى غنب الامونية. تمام كده? تمام. بعد كده هنخش على خامس واحد هو السيستين. السيستين كريستل دات اكبر في حالات اه? السيستينوريا. يعني انت لما تلاقي السيستين كتير. السيستين مرمي في اليورين كتير. فده بريديس بوزنج فاكتور. لان يحصل السيستين اللي هو السيستين دات يترصب. يبقى السيستين كريستل دات تبان. شكلها بيبقى بيبقى هوكسجونال الشيب. شكلها شكل سداسي اهو. ده الشكل السداسي. ده شكل السيستين كريستل. تمام كده? شباب تعالوا كده بس اما نعيد كده على المحاضرة. عشان انا احا Mau رح أنتوا تطعوه. نحن قلنا. relicature بتعليدنا بتتكون من 35% نورمال و65% ابنورمال. قلنا ان احنا احنا متكلم في النورمال عن اليورين. والان احنا متكلم فى الابنورمال عن يعني حاجات مفروض me loink iyورين. وتكلمنا اللي حاجات ديها قد تكون موجودة في اليورين بس حصل فيها خل. با ام تكون زايدة عن حداها وتكون قليلة. وما تكون حاجات اصلا مفروض me loink في اليورين. وliar الأول هو مشاكل في الأريال أبنورماليس prompt وم nih queوهة أسمها تتمثل في المشكل تتمثل في حاجة اسمها اسمها حصوات الكليا حصواناتم من الجهاز البولي لأنها ممكن لا يوجدها في الكليا بس ممكن بلايها في كزا حتة موجودة في اليوراني اتركت فعشان كده قلت عليها ريوناري كالكوليولاي طيب احنا ناخد ايه في اليوراني كالكوليولاي عايزين نيعرف حاجتين اول حاجة وهي وهي العوامل اللي بتأدي لوجود حصوات في الكليا يعني الاسباب من الاخر ثاني حاجة الكمبزيشن هي بتتكاو من ايه اصلا الكالكولاي دي ماشي الحصوات دي بتتكاو من الستون دي بتتكاو من ايه تعالوا اول حاجة ناخدها وهي البريد سبوزينج فاكتور عندنا سبعة بريد سبوزينج فاكتور اول فاكتور منهم وهو الانفكشن انفكشن حصل في اليوراني اتراكت طب ايه نتيجة الانفكشن دي قبل بس ما اقول ايه نتيجة الانفكشن دي احنا عندنا ده وعاء الوعاء ده في ايه في يورين اليورين ده اليورين العادي في الطبيعي في النورمال هتليه بيتكون من حاجتين اليورين يمى السائل اللي فيه اللي هو الماية اور المحلول اور المحلول تقول عن المحلول ده اللي هو الكولويد يمى الاملاح الي دايبه فيه وبديها اسم كريستلويد عشان اليورين يبقى ده يبقى في حالة اتزان وحالة بالنس ويفضل زي ما هو تمامك وكوايس جدا من البيقش بتاعه سبته بيحصل توازن ما بين كولويدز والكريستالويدز اشان اليورين يبقى زي ما هو كده تمامه طبيع وümanورمال معنى ان حصل ان الكولويدز دي مثلا زادت او معنى او قلت مثلا او معنى ان الكريسولويد زادت البلانس ما بين الحاجتين دول تلغبط او مثلا البي اتش تلغبط فبالتالي يقصر على الاثنين دول فبالتالي هيحصل ظهور حصوات او يحصل كالكيولاي هيحصل ايه كالكيولاي حصوات يعني هي اصلا كالكيولاي يعني ايه كالكيولاي أصلا مجموعة من الرواسب أو مجموعة من المكونات بتوعب تتجمع جنب بعض نتيجة وجود عامل معين في سبب معين بيخليهم من هما يتجمع جنب بعض يوم الجمعين جنب بعض كده ويعملوا لي حاجة اسمها الكالكولوي الكالكولوي دي مثلا ممكن تروح تسد اليوريتر تسد الحالب أو تسد المسانة بتروح يعني تأثر عيونية تركت ماشي؟ تمام نعلم كيف هالكالكولوي دايت وها جات ازاي أصلا وهي الكالكولوي ماشي نرجع على كلامنا نستمتلكم بأم يتسد Bengals ما يحدث في ال Bengals في ال Bengals يعني مثلا نفرض ان في بكتيريا بكتيريا دخلت اليوريتر عندي بكتيريا دخلت اليوريتر البكتيريا اللي بتخش على اليوريتر بتروح على اليوريتر تروح على ايه؟ على اليورين اليورين ده بيحتوي علي اليورين ده بيحتوي على يوريا ماشي البكتيريا دي بتقوم شغالة على اليوريا وبتكسرها لإيه لأمونيا لأمونيا اليه NH3 اليه NH3 ده فاكرين كان بيعمل إيه كان بيعمل القاعدية أو ده بيعمل القاعدية فبالتالي غير في فبالتالي غير في البلانس فبالتالي حط اليورين في بيئة مناسبة لزهور الحصوات البيئة مناسبة لزهور الكالكيولاي فهمنا كده فهمنا دور الانفكشن بنسبة مثلا البكتيريا بيروح يكسر اليوريا بيشتغل على اليوريا ماشي وبيأثر بيدين حصوات بقى زي الحصوات البداية زي مثلا الكالسيوم ستون أو ماغنيسيوم ستون أو فوسفيت ستون ماشي دول بينتاجوا نتيجة وجود الانفكشن طيب هل بس كده الانفكشن بيعمل كده لا ده الانفكشن بيعمل كمان حاجة يعني هو مش بس مش سابت بس عند اللي هو بيروح يكسر اليوريا لا ده بيعمل كمان حاجة في عندنا هنا دي الكليا ده الانفكشن وده اليوريتر ماشي وده دين مسانة ماشي ايه كلام كده نحن نجد أن نتحدث عن اليوريتر اليوريتر يكون مبطن بإبسيليال سيلز نفرض مثلا أن حصل إنفكشن في الإبسيليال سيلز فبالتالي الإبسيليال سيقوم عامل إيروجين أو سيروح يأكل الإبسيليال سيلز الإبسيليال سيقوم بتجمع حواليها بعض المركبات أو بعض العناصر بالنسبة لها تتجمع حواليها لنغير اللون تتجمع حواليها لنغير اللون ويتكون لإيه كالكوليولاي ممكن تصد كما تشاهدون حصوة رين تصد ريوريتر تمام كده؟ هذا من الميكانيزم أو ممكن هذا الإنفكشن الذي كان هنا يقوم عامل مثلا يعور البلد فيزلز الموجود هنا يعور البلد فيزلز الموجود هنا فيحصل الهيموريج يحصل نزيف فالجسم يعمل ميكانيزم الذي يريد أن يوقف هذا النزيف فبيعمل كلوت بلد كلوت جلطة شيء فقط للسد اللي هو الهيموريج بعد كده ممكن الجلطة دهيت الكلوت دهيت تقوم وقع ماشي؟ أو وقع حدث منها تقوم تقع تقع بعض المركبات والعناصر فبالتالي بتقدي لأن يحصل كالكيولاي يحصل ستون حصوة تمام كده؟ فهمنا بقى الانفكشن بيعمل ايه بالظبط؟ في فهمنا بقى الانفكشن ايه دوره في وجود الكالكيولاي؟ تمام؟ ده أول تاني وهو الفيتامين الفيتامين ايه ديفيشنسي نقص الفيتامين ايه بصوا نرجع لنفس الرسمة عندنا هنا كان عندنا هنا ايه؟ ابسيلة سيلز ماشي؟ نتيجة فيتامين ايه لما يبقى عندي نقص في الفيتامين ايه ما الذي يحدث؟ يحدث يحدث كيراتينيزيشن يحدث كيراتينيزيشن على الابسيلة السلزدهية يحدث طبقة من الكيراتين تقوم ترسبها على الابسيلة السلزدهية تمام؟ وبعد ما ترسبت قالك ممكن يحدث روجا او ممكن في فوتات يعني مثلا واليورين جاي ينزل وهو جاي ينزل بيقوم مثلا مخبط في الكيراتين داية الكيراتين داية طبعا ما تبقى السبتة اوي فتقوم مثلا حصلها حتة منها تنزل حتة مثلا تنزل من كيراتين اهي تبدأ تتفتت فوتات منها ينزل نتيجة الفوتات الذي ينزل دهوت يقوم تجمع حوالي بعض العناصر المركبات وكويني ايه وكوينيني كالكولاي ده بالنسبة ايه بالنسبة الفيتامين A ديفيشنسي تابتالد بريدز بو headed 4 كالسي يوريا هايبار كالسي يوريا يعني ايه هايبر كالسييوريا كالسيي ياجام الكالسيوم هيبر يعني كثير يوريا يعني في اليورين يعني عندي كالسيوم كثير طيب بطريقة طب ايه الاسباب اللي تعمل هيبر كالسيوريا عندنا تلات اسباب يئمة increase absorption بتاع الكالسيوم في الامعاء الانتستين عمالة تنتص الكالسيوم بكمية كبيرة جدا فالكالسيوم نسبته زادت في الدم فبالتالي حاجة لما انثب Egزد في الدم وبالتالي هيزيد في الأمعاء هذا سبب ثالث سبب hypervitaminosis D يعني فيتامين D زاد في الدم ونتيجة فيتامين D زاد في الدم فبالتالي الكالسيوم سيزيد في اليورين لانه فيتامين بي يعلق كالسيوم لما الكالسيوم يعلق فبالتالي سيزيد نسبة رميو في اليورين ماشي فيحصل hypercalciuria من الآخر التلاتة دول بيجمعوا على حاجة واحدة وهي ايه ان الكالسيوم زاد في البلد لما الكالسيوم يزيد في البلد فبالتالي الكالسيوم هيزيد في اليورين ماشي كده لما الكالسيوم يزيد في اليورين هيبقى بريدس بوزنج فاكتور لثلاث انواع من الحصوات ثلاث انواع من الكالكولولاي يئمة كالسيوم فوسفيت ستون يئمة كالسيوم كاربونات ستون يئمة كالسيوم اكزالات ستون تمام كده ده كلام جميل ده بالنسبة للهايبر كالسيوريا رابع ماشي وناخد الرابع مع الخمس مع بعض وهو الهايبر اكزالو اكزالوريا هذا يعني عند الاكزالات الاكزالات زاد في اليورين نتيجة ان الاكزالات زاد في اليورين فبالتاني ده سيبقى بريدس بوزنج فاكتور ان يحصل كالسيوم اكزالات ستون وهو وellenه ممكن ان يحصل اكزالات ستون اكزالات الممكن الوحدة ويمكنhan مرتبط على الكالسيو هذا في حالة الهايبر اكزالوريا وهو اكزالات زاد في اليورين خامس ال referenced الس Thrones wären مسان السpedo مقارس سPR وس Hann يمكن أن يكون مكوناة من السيستين هناك حصوات اسمها حصوات السيستين مكوناة من السيستين يعني السيستين عندما يزيد في اليورين يكون مكوناة من السيستين يبدأ بالنسبة للسيستينوريا سادس بريدز بوزنج فاكتور وهو الميتابوليك جوت او النقرس عارفين النقرس؟ هو ايه النقرس ده اصلا؟ او ايه مشاكل النقرس؟ ان اليوريك اسد اليوريك اسد يجب خطة اكبر اليوريك اسد بيزيد في الجسم بيزيد ايه في الجسم؟ فبطرها تخلص منه بتخلص منه فين؟ في اليورين فبالتالي اليوريك اسد يزيد في اليورين ولما اليوريك اسد يزيد في اليورين برضو يعمل ستونز اسمها ايه؟ يوريك اسد ستونز او يوريت ستونز هم كده؟ ده بالنسبة للجوت اللي هو النقرس اخر بريدز بوزنج فاكتور وهو اللو ووتر انتيك طيب ده بيبقى ازاي اللو هو انت يعني اللو هو ووتر انتيك يعني انك تشرب مية بكمية قليلة عشان كده يقول لك اشرب مية كتير عشان ما يجلكش حصوات طيب ايه ايه علاقة المية؟ تعالوا منطلع للرسمة اللي انا كنت موارها لكم فوق بصوا فاكرين لما قطركم ان فيه بالنس ما بين الكولويدز اللي هو المحلول وما بين الكريستالويز اللي هي الحاجات الدايبة فيه؟ طيب الكولويد ده بيكون اساسه من مية لما المية تقل فالكولويد ده يقل فالبالانس المبين اللي اتنين دول هيقل البالانس هيتلغبر نتيجة ان البالانس حصل فيه مشكلة فهتلاقي ان الاملاح اللي هنا زادت الاملاح اللي هتزيد لما تزيد هنا فبالتالي هيبقى يعرض يعرض الجسم لنسبة حدوث الكالكولويد او نسبة حدوث الستون لها الحصوات بشكل اكبر ليه؟ لان الكولويدز قلت تمام كده؟ وان الكريستالويز اللي هي الاملاح او الراسب زادت ماشي؟ فبالتالي هيقعدوا الجماعة مع بعض الحادة ما يكونوني الستونز ودول بالنسبة للبريد سبوزينج فاكتور او ذا كالكولويد يورانري كالكولويد تعالما نرجع كده عليهم تاني وقلنا الانفكشن بعد الانفكشن فيتامين اي ديفيشنسي وعندنا هايبركالسيوريا وعندنا هايبروكزالويوريا وعندنا سستونوريا وعندنا متابولك جوت وعندنا لوووتر انتيج ماشي؟ ده كلام جميل كده احنا خلصنا البريد سبوزينج فاكتور نخش بقى على مكونات الكمبوزيشن اوف ذا كالكولويد الحصوات تتكون من ايه اصلا؟ برضه عشان ده فيه كلام تقدش كتير فانا هشرحها الداتا بس انا هناخد هنا زي تأسيمة كده هنا هنعرف انها تتاسم لثلاث انواع تتاج لثلاث انواع يام تكون بيور يام تكون وعندنا من الرقم تمام كده يما تكون بيور يما تكون فورين بادي يما تكون مكسد تمام بعد كده هناخد قدنا ذي ارد سوريد ماس ليها عبارة عن سوريد ماس ليها حصوات سوريد ماس افوراني سيدمينس فورمد انسام بارت اوف دايورينا تركت ماشي مش بلاقيها بقى ايه في اليورين لأ دهنا بلاقيها محشورة مسلا في جزء من اليورينا تركت ماشي طيب ايه بريد سبوزنج فاكتور بتاعتها اما اول حاجة تكون فيتامين اي ديفشانسي وعرفنا فيتامين اي ديفشانسي بيعمل ايه سب ده هو تلوها بيشام فيتامين اي ديفشانسي بليد او كراتينيزيشن اوف دايورينا تركت اللي بيغطي الرينا تركت بيحصل لعملة كراتينيزيشن فنتيجة مسلا الكراتين ده هو بتفتت فيقوم متراكم عليه او بيعمل بريستيشن اوف تسالت اوف سورميشن يعني في بعض الاملاح بتقوم متجمعها حوالي الكراتين اللي هو متفتت ده هوت ويتكونه في الاخر ايه ستون ويتكون في الاخر حصوة تاني سبب hoy ا تن side ادى ايه في اليورين ماشي نتيجة spoiler الا ال本 ده هوت او اصلا ايه المزان رضا قابل set قابل�� ايه ننتج وجود بكتيريا هو اصلا حصل انفكشن ادى البكتيريا البكتيريا ده اتحاولت lên يوريا والامونيا الامونيا دا حعمل خلا داه يورين قاعدي نتيجة داه تدى الى ميديا مناسب لزهور بعض الحصوات تمام كده اهو زي هي الحصوات اللي هي موجودة لها الحصوات اللي هي موجودة والبتاع الفتسفيد وقال لك الانفكشن برضو بيعمل ايه بيليد تو شيرينج بسيليم انف فورميشن اوف كلاد كلودز ده توضحنا وقلنا زي الطريقة ده بتحصل بالزبط في الشرع بعد كده قلنا الاتنين دول اللي بسيليم والبلات كلود دول بيشكله زي نيكولاي او نواه لعشان يترسب عليها الاملاح وبتعمل نتيجة الاملاح بتترسب حوالين الابسيليم وحوالين البلات كلود فبيعملوا لأستون في الاخر بعد كده قلنا ثالث حاجة الهيبر�كالسيوريا اللي هو الكالسيوم كتير في اليورين نتيجة الكالسيوم كتير في اليورين فبيديني في الاخر لخاصولات الكالسيوم they may be ديوباستيك ديوتو انجريز يعني انا مش عارفين سببها wurden بس ممكن تكون بسبب احنا بنتكلم دلوقتي عن هي ليه اصلا الكالسيوم يتم ترامي بنسبة كبيرة في اليورين يمكن يكون بسبب ان inst판ينا الابزوربشن في الكالسيوم بيزيد يزيد ثم يزيد في متصص كمية كبيرة من الكالسيوم أو المثال في الhyberbaros hydroldis هذا هو يزيد هذا الhypervitamin D يزيد والثانين دون ما يزيدون فبيزاود الكالسيوم في الدم من الآخر دير كلهم يزاود كالسيوم في الدم في الاخر اريد ان تخلص منه ويتخلص منه في الورين أو يتخلص منه في اليورين ويتجمع الكالسيوم بكمية كبيرة في اليورين يكون له التوامر تعطيه الحصوات تكون صفات كالسيوم يهما تكون كالسيوم في سفيد أو كالسيوم كربونات أو كالسيوم أغزالات بعد كده إخذنا الْهَا-يْبَر أغزالو أغزالوريا ذو ڤيدسبوس configure calcium dehyd paintings أيضا يوجد يوجد اغزالات كتير الاو jaksd ấy بعد سن التي اخذنا نخذ الاول تستر RNA Sindaria نفس الكلام vocation for the Vilcine فقدى الناس لأنا الكثير الستين کیا بارمي كمية كبيرة من الرئيس الدول في الرئيس الهاتف influ marker هو لوكي بيأخذ الماء قليلة يقولك الماء كثير لما ما يكونش عايز تجيب لك حصوات اشرب ماء كثير فبالتالي انت لما تشرب ماء قليلة فده بيبقى العملاح بتكتر فتتجمع جميعها فبتكون في الاخر ايه؟ بتكون في الاخر حصوات بعد كده قلنا بقى الكمبيزيشن ايه هي كمبيزيشن بتاع الكالكولاي الكالكولاي دي او الحصوات بتتكون من ايه؟ الكالكولاي اسمناها للثلاث جربات اما تكون بيور كالكولاي wahما تكون for meu body Punjabi ايه الحاجه الوحده؟ عشان كده تسميتها بيور الها بتتكون من عنصر واحد تكون من عنصر واحد مركب واحد كم بيور كالكولايد خليط مبين شдж��ين مع الكالسيوم اكربونات عندما أقل مثلا كالسيوم كربونات مع كالسيوم اكزاليط عندما أقل مثلا التلاتة كانت مع بعض عندما أقل مثلا الأربعة كانت مع بعض وهكذا عشان كده قلت ميكسل لما لكن بيور يعني حاجة الوحدة ماشي بيور زي الفوسفيت ستون كل الكلام ده اظن انه ليس مهم يعني انت بتعرف كل ستون كل حصوة يعني المفروض انت تعرف بشكل عامل ازاي معتقدش بصراحة ممكن يجي سؤالها كده بس يعني المهم يعني اعرفوها وخلاص انك الفوسفيت ستون ده بتبقى صفتة يعني بتبقى صفتة يعني طرية وبتبقى لونها جريش وايت بالنسبة لكالسيوم كوربونات ده بتبقى جريش وايت لونه جريش وايت ابيض رمادي وبنسبة لكالسيوم كالوجزاليت ده بتبقى رف يعني شديد وبيبقى درك براون بونه غامل وبنسبة اليوريك اسيد ستون ده بتبقى هارد يعني شديدة وبتبقى السموس السطح بتاعها سموس يعني ناعم وبتبقى بولجد ماشي وبالنسبة للستين بتبقى جرينيش انكالر يعني بدوننا لاخدر بعد كده قلنا عن فورم بادي كالكولاي ده بيبقى كومبوز بارتلي اف هولي اور بعد كده قلنا الفورم بادي كالكولاي وده هي بتبقى كومبوز بارتلي اور هولي اوف سم فورم سبستانس اور برودكت اوف انفراماتي اوكسيدات يعني ايه الكلام ده يعني هي من الاخر بتبقى مكونة من حاجة موجودة في الفورم بادي يعني مثلا ندخل باكتيريا دخل باكتيريا او مثلا مبلاش باكتيريا اه برازايت عشان البرازايت بيبقى كبير شوية دودة مثلا فقامت الدودة ده هيت تقطع عديلها ماشي الدودة ده تقطع عديلها فقام وقع في في اليوريني اتراكت فدهوت ففي الاخر الدل ده هو تجمع حواليه شوية املاح فاكون لي في الاخر ايه فورم بادي كالكولاي او قد تكون برودكت اوف انفلاماترو اكزيوديد دوت اللي هو السائل الي الجسم بيفرزه نتيجة عشان يروح يحارب زي ايه زي الفايبرين دوت بيتريمة. الفايبرين دوت العشان يتخلص من انفلاميشن بيحدا مكانه يعني فالفايبرين دوت ممكن يحصل اثر عكسي وممكن يتجمع حواليه سالس وفي يحكون لي في الاخر كالكولاي اهو زي الفايبرين والبكتيريا كالكولاي ماشيي اخر النوع باق عندنا وهو المكسة الكالكولاي و ده هو س overwhelmed of more than one component مثل مثلا مثل ال كالسيوم كالفوسفيت laund term مثل كالسيوم اوكسليت مع الكالسيوم كربونات 3 نوع و ده هذا في حالة هيباركالسيوريا وهو عigue اكثر من الكالسيوم موجود في الجسم في يؤدي إلي ظهور الثلاث انواع من الحاجات يجيبرون تشملها就可以 مثل الوريوني الثانية بل يقومون في حالة تجدуг وكذا انتظر ونعطبت انيงنا الحمد لله خلصنا على الاستثuric بتاعنا ناخد بعد الوقتي كم سؤال لاش انا خبيت الاجابات لاشان ما شوفهاش محدش غيش محدش غيش طيب اول سؤال بيقول لك ايه الفلتريشن ده سؤال فاسيو مش عارف اصلا ايه اللي جابو هنا ماشي هه هل بعمل الفلتريشن في ديستال كومبيوتر تبيول غلط فولس كل الاسباب ده هي بتقدي لليوريا اكسكريشن بالمعادة ايه بروتينانيبوليزم رينالفلير اسيدوزيس كشايند هه اصلا محطوط عليها لاجابة او عليش يا شابب اصلا اصلا الاسلايد ده هوت مشاعد لعمله بسماشي المهم يعني هتبقى هي الكوسايد ده لان ثلاثة دول كل ثلاثة دول اسباب من ديكريز اليوريا اكسكريشن ثلاثة دول اسباب من اليوريا بيحصل لها النهات اللي يعني في اليورين فبالاستبعاد يعني هناخد النهى الكوشا الدايات بعد كده السؤال البعده اولف دافولون كان نورمالي بريزنت ان ديونيكسيبت يعني الاشياء كلها بلقيها في اليورين بطبيقية نورمال يعني معادة ايه هل ناتر بروتين ناترشنس كومباوند ولا الامينو اسيدس ولا البروتين سمول امواند ولا كيتون باديز مظبوط كيتون باديز بعد كده سؤال true and false سؤالين يقولك most most of amino acids excreted free false لا ده الموست بيبقى conjugated اخر سؤال مظبوط true استنى لا 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 اسف استنى قال amino acids excreted in urine لا غلط اللي انه قال all ماشي هو مش all مش كل amino acids لـ 80% منهم بس ماشي فهيبقى false و بس كده يا شباب وصلنا اخيرا لنهاية التوتوريال يا والله لو يعزم يا جماعة انا تعبت في التوتوريال ده فاكتبوا لي حاجة حلو كده في الفيتباك وربنا معاكو ان شاء الله في المذاكرة وكده وبالتوفيق شكرا